اهلا بكم في مشهد ثابت مشهور جدا في افلام كلاسيكية عديد عبر تاريخ السينما سواء الغربية او العربية المشهد ده بيكون فيه كلادي اسرة او ناس بتعدي من مكان الى مكان عبر جسر بريتج والجسر ده الناس وهي بتعدي مش وثقة اوي في منطقة العبر اللي هي الجسر هل هي تحمل مرورهم ولا مش هيتحمل ولا هنهار هل هو الجسر الامن اللي هيوصلهم من الحتة دي للحتة دي ولا لا والحقيقة اعتقد يعني ان المشاهد اللي اللي انا بقول عليها دي مستقاء من القصة المشهورة في الكتب السماوية عن عبور موسى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا صلاة والسلام وعلى كل الانبياء عبر النفأ اللي في البحر في القصة المشهورة العظيمة التي تعبر عن الثقة الثقة انا ليه بحكلكوا القصة دي بحكلكوا القصة لاني في الطب وخصوصا في مجال زي مجال اشعة الداخلية في حالات مرضية بيريد صاحبها او صاحبتها مثلا زي التغدد الرحمي زي الورام اللي في انه يعبر من هذه الحالة المرضية الى حالة اخرى من السلامة يعيزها تتخلص هذا العبور من المرض الى السلامة هيكون عبر الجسر الجسر ده جسر علم هو الحل الذي يعطي للمرأة التخلص والحل والتعامل مع حالة مرضية زي التغدد الرحمي او الورام اللي في عشان تعبر هذا الجسر لازم يكون عندك معرفة ان ده جسر ان ده علم يبقى لازم يكون معرفة موجودة تاني حاجة لازم تكون موجودة الثقة ان هذا هو الجسر الامان هذا هو الطريق الامان اللي هقدر اعالج فيه الورام اللي في او اقدر اعالج فيه التغدد الرحمي اذا في اي شيء في الطب لازم أحدد جسر الأمان أنتوا عارفين مثلا إحنا لما عملنا ديكور الناس الحلوة عملناه كبري الكبري أنا أقعد على الكبري عشان أقول لكم إن الكبري ده هو كبري العلم اللي بيوصل البناء آدم من حالة المرض إلى حالة العلم فلما فكرنا فكرنا في إن الكبري ده لازم لوحد يعرفه لأه لازم أفهم إنه ده كبري الوحيد اللي بيعدي زي ما في أي حتة في العالم يجي على الجي بي اس فين يا ابني الكبري اللي بيعدييني ولازم أكون عندي ثقة في هذا الكبري إنه مش هنهار بي وكتير جدا من اللحظات في السينما وهي بتيجي على مشهد العبورة على الكبري ده جملة تتقال ثقي فيه يعني دونت لوس ده تراسو مي ما تفقدش الثقة فيه تعال بس وثق إن أنا هقدر أعليك تعالي الكلام ده موجود في الأشياء الداخلية مهم جدا جدا النهاردة هنتكلم فيه هنتكلم على طبيعة هذا الجسم اللي بينقل إنسان من الحالة المرضية إلى الحالة الطبيعية هنتكلم في حكايات كتيرة حول ما يثار حول هذه الأساليب العلمية النهاردة لقاء خاص جدا مع ضيف عزيزة عليها جدا وإسم بسعد جدا بقبول دعوتنا وإن كانت دعوتنا عبر وسائل التواصل ولكنها دعوة شديدة الأهمية شديدة الرعوة لأن اسم علمي راقي للغاية واسم علمي ما شاء الله بحق الكثير من النجاحات في الخارج وأكيد في الداخل أيضا الاسم القدير والاسم الخاص جدا في الأشياء الداخلية الأستاذ الدكتور سيمير عبدالغفار استشاري عمليات الأشياء الداخلية في مستشفات هارلي ستريت وبرينسين جريس برينسين جريس اللندنية والأستاذ الزائر في مجموعة من المستشفيات المصرية والعربية والعديد منها أهلا بيجي دكتور سيمير منورني أهلا بيجي طور أيمن أهلا بيجي أنا حكيت قصة مهسيرة ومهمة حول الجسر الذي يعبر بالإنسان من منطقة إلى بريج دايما في الأفلام وفي الحياة هذا الجسر مهم جدا في عالم الأشياء التداخلية هل أنا مصيب أم مخطب يعني مش عايد أقول لك أنا كنت مستمتع بالشرح اللي كنت بتقوله وبالمناسبة الشرح ده بيوصلنا لحاجة أنا كنت نفسي برضو علق عليها المرة اللي تاتف لما تكلمنا عن موضوع الناحية النفسية والاهتمام بالجوانب النفسية للمريضة خاصة بالأورام اللي فيها والنقطة اللي كنت عايزة علق عليها إن زمان كان بيسموا الدكتور كان بيسموه الحكيم الحكيم لغاية فترة قريبة وبعدين بطلنا نستخدم كلمة الدكتور وبقى الموضوع دلوقتي دايما نقول لك أوزق أو يعني على طول دكتور دكتور اللي ما زالوا لغاية دلوقتي لسه محافظين على كلمة حكيم يمكن أخواتنا فيه أو أخواتنا في لبنان بصراحة لما مريضة لبنانية بتقول لي حكيم شو مش عارف ايه بتطلع رهيبة يعني فموضوع الدكتور فعلا يتعامل بحكمة وفكرة الحكيم فعلا أشمل وأهم بكتير من إن أنا أتعامل مع المريضة عنها حالة أنا بطلت أنا أقول حالة أو حالة أوران ليفاية وحالة مش عارفة بقينا نستخدم نواتي بإسم مدام فلانة مدام نوها دينا نرمينة دينا نرمينة نقضى في قصتين أحكيهم طبعا مفيش أيكن في دانشالة بريتش مش خننق يعني أنا نقول خصيلا ده إسم من مليون واحدة هم حيبوا عارفين نفسه من أرضة بس حناكي حاجات ومواقف معينة فعلا مهم فيها إن الواحد تتعامل بحكمة لماذا اخترت انت تحدث عن قسطارة الرحم اليوم؟ قسطارة الرحم من الحاجات مش عايته اقولك الاول طبعا ده ده البيبي بتاعي انا ابتلتها من فترة كبيرة قبل مسافر انجلترا من فترة طويلة وحتى لما انزلت لندن اشتغلت في لندن او المستشوف اشتغلت فيها بلقت القسطارة بلقت القسطارة الرحم فيها فده البيبي بتاعي وشفت اد ايه بتغير حياة السيدات وستمتع لما المريض اتولي انا بيت كويس فده بنسبالي الموضوع انا شايفه مهم وعليه اه بي كونتروفرسي ما اعرفش اللي ايها بنتسميه ايه بالعربي انا انا بحبك خلافات علمي اعراء متضادة اعراء متضادة فيه تضارب اعراء فيه تضارب اعراء كثير ومعرضه متلخبطين قوي فاعتقد من المهم نحن نتكلم في الموضوع ماهي القسطارة الرحمية اه اصرات الرحم خلدينا نقولها كده اول حاجة ايه القسطارة يمكن لو معنا صورة سكوبيدو لا نعرفش سكوبيدو هي الخيوط الانبيبر وفياعة لا نعرفش هناك صورة معنا للسكوبي دو. لا. اسكوبي دو اهي. اه اه اه. 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 الحاجات اللي قمنا. احدش بس يقول ان دكتور بيار في الاسطارة يلعب اسكوبي دو. لا طبعا. لا هي الاسطارة فعلا قريبة من اسكوبي دو لانها عبارة عن انبوبر فياعة جدا صغيرة. تقريبا نفس حجم اسكوبي دو اللي قم نلعب به. الناس اللي فاكرة اه. يمكن لو معنا صورة باطل الاسطارة نعرضها دلوقتي. اسطارة بقى الحقية. اه اه. اه اه. اه اه. اه اه اه. ايه الاسطارة ماشوبي دو طبعا عشان ما حدش يقول احنا احنا نستخدم. اه اه. المهمة اسطارة هي انبوب. زي الانبوبة الزرق الرفيعة. وليها اشكال كتير 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 كل شكل ايه طريق استخدام وليه استخدام مع شريان معين. طبعا واحنا بنتكلم على اسطارة الرحم برضو لازم نفهم الناس ببساطة انها انواع مختلفة واشكال المختلف حتى في اسطارة الرحم? هي اسطارة الرحم يعني هي ممكن احنا حدي مقارنة كده بسيطة. العملية الجراحية هي خطوات محددة بنفس الادوات. الدكتور بيخش مثلا لعملية زايدة. بيخش في اه مكان معين بيفتح فتحها بمقدار معين. اه بيشيل زايدة بيربط الشريان بيقفل بيخيط الجرح وخلاصنا على كده. الاسطارة بقى لها طرق كتير كتير عنيلها. مواد مختلفة. اصاطر مختلفة. طبيعة المريضة نفسها تبقى مختلفة. اه بيخش فيها عمل كتير جدا يمكن حنشرحها وحنفاهم الناس النهاردة ليه بيبقى فيه اختلاف كمان في بعض النتائج. اه اعتقل انا شايف فيديو دلوقتي الفيديو زي ما احنا شايفين هيبقى فيه زي كانولة صغيرة كده بتخش في شريان في الفخت. بندخل فيه. انا لم اعرفش الفيديو شغال. اه شغال. اه بالاسطارة اللي هي الانبوبة الرفياء على البيضة. وبنقدر اندر اكس راي ان احنا نوصل للشريان الرحمي هل ممكن نكمل او كي. وبعد ما نوصل بنحقن سابقة تباية اعتقد هي اللي طالع على الشاشة للوقتي. سنجد كده كورة. كورة هي الرحم ودخله الورم اللي فيه. وفيه شبكة شرايين بتغذي هذا الورم اللي في. اه اه. وزي ما احنا شايفين كل ورم اللي في دخله مجموعة كبيرة من الشرايين. فده بتدينا فرصة كويسة جدا ان احنا نعالج الورم اللي في ونسيب جدار الرحم سليم. بنحن انقل قائبات صغيرة. قائبات اللي احنا شايفين دي زي كور صغيرة. الكور دي بتخش تقفل فقط. عشان بس بقاء اكد. عشان برضو بعض الناس يقول لك طب والرحم بنسيب. لا احنا نسيبه سليم طبعا. وبنقفل فقط او الشرايين اللي رايحة للورم. وطبعا اي حاجة تقطع عنها الغذاء بتتبل. زي الورد كده لما بتتبل. اه مع الوقت كل الاورام اللي موجودة في الرحم بتتبل. بتصغر. اعراب بتتحسن. والرحم بيبقى سليم من غير. لا نقطع فيه ولا نعمل فيه التساقات ولا نعمل فيه مشاكل. وبنحافظ على وظيفته. وفقط بنعالج الاورام اللي فيه. فده مختصر كده عن الاسطرة مش عايز تقول فيها عن كده. اه اه اه. حضرتك قلت انه ليس هناك طريقة واحدة لاجراء الاسطرة. هناك عدة طرق. فعايز افهم النقطة دي. زي الاسطرة ما هياش زي ما قلنا اسلوب واحد بس. هي اول حاجة ممكن استخدم اسطرة مختلفة. يعني مع كل حالة هستخدم اسطرة. ممكن اسطرة بغيارة. اسطرة كبيرة. اه ممكن اخش من الايد. ممكن اخش من الفخت. اه ممكن اخش من ناحيتين. اه الكمية اللي بحقن بيها حتى. دي حتى انا بعلمها للدكاترة اللي نشتغل مع ابن اللهم الخبرة دي. حتى طريقة الحقنة نفسها عايزة عايزة. اه عايزة ليه افند كده ده بيقولوا يعني. الكمية اللي بحقنة. قرار اقف امتى? قرار احقن اني حجم للمادة. مع اني سن. كل مريضة ليه سن في سن صغير بحقن له مثلا حجم معين سن كبير. اه قبل الحمل بعد الحمل. عشان كده يمكن الناس فاكرة ان هي حاجة واحدة بس بالعكس. ده هي طرق مختلفة وكتير. وخلينا صرحة جزك به منها دلوقتي اصبح بيعتمد طبعا على العلم. وعلى خدمة الدكتور اللي بيشتغل. طيب انا وانا بجري عملية القسطرة الرحمية للتعامل مع ورمليفة او للتغدد الرحمية مثلا. في احتمال من اتنين. في عوامل قد تحسن من النتائج. وفي عوامل تانية قد تؤدي الى عدم فاعلية هذا الاجراء. انا مصيب ولا مخطئ. سهلا يا ابتور ايمان بتعرض السؤال بالطريقة دبلوماسية جميلة جميلة بصراحة. انا بقى انه النهاردة جاي التكلم بصراحة. النهاردة قال لي حلقة للتاريخ كده هل اتكلم بصراحة. هو يعني السؤال هو اه خلينا اشتغل اصطر. اشتغل اصطر. بتفشل ليه الاسطر? ايه اسباب فشل الاسطر? هل بتفشل ولا اصطر طبعا بتفشل. نسبة نجاحها عالية جدا على فكرة او تعمل بطريقة صحيحة. ولكن هل بتفشل? اه بتفشل. خلينا مش حكي يا فشل يا فشل. بتفشل. لان بداية بداية اه نعمل حاجة صح ان احنا نفهم اسباب فشلها ايه. بالنهاردة الحلقة دي يمكن انا اتمنى ان المرضى اطباق الاشاعة الداخلية. واطباق الناس كمان يفرجوا عليها لان مهمة جدا للمعلومات للتلاتة. يعني يعني انت في بداية كلامك قلت الاسطر هي ابني الذي اه نشأت نشأ معي او بنتك اللي نشأت معك. اه ده تعبير اه اه ادبي بيقال دايما على الجزء من العلم اللي احنا بنتعامل معاه اللي احنا بن 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 بنديله جزء كبير من حياتنا. فبنبدأ نكبر به او ايه ايه ازا شعرنا يشيب واحنا بنشتغله زي ما بيقوله يعني. لكن جيت لوقتي في لحظة ما في الفيلم وفجأة كشرت في وجه هذا الابن وبدأت تبص له نظرة يعني نظرة كده جدية شديدة جدا وبتقول له يعني ان ضبط انت لازم تبقى قد المسئولية وإلا هتبقى فاشل. لحظة في الفيلم كده مقلقة. صح كده ولا ايه? هو عاديلا المتعرفة ليه وانا يعرف طبعا ان الواحد ده لو افوت باكدها بيدلل ابنه على طول. او بنته. اه اه او بنتك. احنا بنسامله فنجعلها فلاكسنجز مصرز اللي هو جاي بقى بيستعد على الاشتراكة وانا اجبت واحد وبطولات وإنجازات بقى وامجاد وكلام. لا ما مرده جايين اتكلم عن فشل. حلقة مرده كلها. فشل قد يحدث نتيجة ان احنا معملناش عوامل معينة او في عوامل توفرت فقدت الى فشل السر الرحم اللي هي المفروض انها واحدة من انجح الاجراءات الطبية دلوقتي. طب حكيلي. وعلشان نقلل عوامل الفشل اه لازم اتكلم عنها. طب حكيلي. علشان نحس نتعين. اه نحكيلي بقى شنوة يعني متشوخ لهذا يعني التويست الغريب اللي حصل في الحلقة. يعني فجأة الفيلم ماشي. الفيلم ماشي. اه اه بتقول لي اجازات جاي اتكلم عن التاشر المرة. اه اه. عوامل مهمين جدا. اه. العامل الاولاني. وهو عامل غريب جدا. يمكن غير متوقع. هو عامل المكان. واحنا نتكلم برضو عنه. العامل التاني عامل الدكتور. والعامل التابت عامل المريضة نفسها. اه. التات عوامل دول هنتكلم عنه بقى راتي باستفادة. اه. نبدأ الاول بعمل الدكتور. دايما تحب. عايز يبدأ بعمل المكان لان المكان هو. انت عارف لما دايما يقول لك لما لما بدي تعمل مثلا او تقدم مشهد او او لازم تعد المكان اللي هتشتغل فيه ولا اعداد لازم يكون مضبوط. هل تعال فيه مثل حتى بنقوله في الشغل اه اه من الشغل تزبيع الشغل. اه طبعا. اه طبعا. فاكر الكتير المصطرح ده اه طبعا. اه طبعا. على شان كده انا يمكن حاب اتكلم عن موضوع المكان شوية النهات. فلو تحب اه. المكان يعني قد يكون المكان اللي هو المستشفى او المركز اللي بتجري في القسطرة سبب او عامل في فشل القسطرة? اه طبعا. ازاي? اه طبعا. النهات ده اقولنا احنا نتكلم بصراحة. اه. فيعني اه حكلمكم بمنتهى الصراحة والوضوع. لان اه ان احنا اه جاء الوقت ان احنا الناس تعرف. اه التفاصيل اللي باقولها اللي هنطبئة. اه. اول حاجة انا علشان اشتغل في مكان واضمن اه ان انا العملية بتاعي بتنجح. انا محتاج كزا حاجة. اول حاجة اطمن ان كل التجهيزات والموعدات عندي عامل الاجهزة نفسه. انا الجهاز القسطرة اللي بشتغل بيه ده هو عناية. اوكي? وبالتالي زي التلفزيون. اعارف لو عندك تلفزيون قديم. اه. الصورة تاعة التلفزيون القديم دلوقتي بقى عندنا الترة مش عارف ال اي دي. كأنك بتبقى يعني تقريبا كأن الفيلم او انت قاعد في الفيلم نفسه. مش من كمية الروضوح والوضوح. الاجهزة الجديدة اللي وقتيت. اجهزة الاساطر. درجة الوضوح فيها بتبقى عالية جدا. وبالتالي بتوتيح لي ان انا اقدر اشوف كويس. معنا كل ما اشوف كويس. كل ما حاضر ان انا امايز لو فيه شوريان طالع عيمين. شوريان طالع غلط. شوريان زيادة. فيه مشكلة. فيه حاجة مختلفة. كل ما بشوف احسن. الخاجة التانية. اجهزة الجديدة. ويمكن الناس كتيرا ما تعرفهاش. فكرة التعارض الاشعاع. برضو ده احد الاجهزة القديمة تعارض الاشعاع فيها للدكتور والمريضة اعلى من الاجهزة الجديدة. وبالتالي انا دلوقتي مسلا بستخدم اقل نسبة اشعاع للمريضة. باستخدام نيو تكنولوجيز. وبتبقى عاملة زي ما تكون عمل سي تي. مسلا يمكن الجرعة بتبقى اقل من سي تي. ليه طريقة كمان نقلل بها الاشعاع. الحاجة التانية ان لازم اتطمن ان المستشفى فيها رعاية. فيها اه تجيزات. افض حصل لها حسية. ممكن اي اي دور في الدنيا ممكن يعمل حسية. لازم اتطمن ان في عامل الامان بالنسبة المريضة. ولذلك مش هكبي عليك. انا بالنسبة لي القسطرة افضل ان انا اعملها في مستشفى. مش في مركز. لان في عامل تالت كمان مهمة قوي اللي نتكلم عليه دلوقتي بالاضافة الى التجيزات. اني بقى معايا فريق تخدير. سريق تخدير بقى انا احكي لك في قصتين مهمين جدا. قصة ديمة اه وقصة اه نرمين. ده ده لازم نحكيه من هذا ده. دول اسمين حقيقين بس مش هنتكلم على تفاصيل اسم انها مجرد تعبير يعني 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 محدش يعرف مين هم بس. اه بنادي اه بنادي رمزية للقصة يعني. اه اه ايه بقى قصة دينا متشوق لان انا عارف قصة دينين مجينا. اه لا اه. ما انا اقول تلك انا بحب استخدم اسامي لان ما بحبش استخدم كلمة مريضة عالة. عالق ورم. ما هيش حالة ورم دي انسانة زي انا. زي انا. وخصوصية ما يقولوني نحن ما نجيبش محدد موجودة لا نحن نعرف مين يتحدث النبا كما قلت لك هم لو سماعوني ممكن يضحكوا المهم حتى لو من غير اسامي هايعرفوا هم عملوا فينا ايه دينة من ضمن التجهيزات اللي انا بحتاجها انه بمعاهي دكتور التخدير بيزبط حاجة اسمها PCA Pump PCA Pump ده مهم جدا جدا لقصات الرحمة اي مكان ما فيوش PCA Pump بيعمل لي انا مشكلة لان ده جهاز تحكم في القلم المريضة اونا بتشرب بشوية قلق بتوصس على ازراء بيديها جرعة آمنة وكافية لها وليه كازا بروتوكول يعني فيه ناس بتبقى حساسة شوية بنيديها جرعة اكبر فيه ناس بتبقى فبيحتاج برضه يتظبط دكتور التخدير هو بيبقى محدد مش هنقدر نزود يعني مثلا لو دلعت وضربت ضربتين ورا بعد مش هتستجيب الضربة التانية اه لا ما زاعدة اه لا يعني انه سوف يستعمل انا اسم ايش تقديم واللي يستعمل التجربة هو دكتور التخديير يعني انه نحل القدرة هو واحد انجزاب هناك احد المستشفيات وليه مهم جدا ان الفريق يكون معاك ومتعاون هذا يجب أن يكون هناك طريق. هذا شغل فريق وليس شغل دكتور واحد. هذا هو ستيم وارك. سأتحدث عن ستيم وارك لأنه من عوامل اللخبطة والمشاكل. دينا بعد ما عملنا الأسطارة وتقريباً خلصنا وكل شيء. الأسطارة لا هي مؤلمة. الألم يحدث بعد ما من خلص الأسطارة. فلازم يكون مزبطين الجهاز جاه معنا والجوارات جاهزة. ما حصل اليومية أن الجرعة أو هي قالت لي بعد كده أنها عساسياتها للوجهة مختلفة شوية عن الطبيعي. هي نفسها اعترفت المهم. فإيه اللي حصل بقى؟ اللي حصل أن احنا طبعاً كلمنا دكتور التخدير ينزل يعدل الجرعة بروتوكول واحدة. هو هو اللي فاهم في البروغلم. فكان فيه جاب فترة زمنية كده ما بيه أن هو ينزل سعب بيطلعوا تعابدو كده في تخديبي وفي عمليات مزنوقين. الفترة بس اللي نزل فيها دي أعايز أقولك إن مش قسم الأشعة في المستشفى. المستشفى كبير على فكرة حجماً أنا قصدي يعني حجماً وثعة. أنا قاطد أقول إنها يعني عريضة يعني يعني مساحة كبيرة. مش قسم الأشعة بس عارف ولا المستشفى. وأعتقد إدارة المستشفى وأعتقد النيبرهود اللي هو الأحياء المجاورة للمستشفى. حيث دينا بتعمل عملية. دينا وصلت بكفاءة غير مسبوقة إحساسها وشعورها بأن الألم زاد بطريقة اللي هو ابطريت إن أنا أسيب قبط العمليات وأخرج فوراً. هتقول لي إيه دا ندالة أنا فهم إيه دا دكتور نادل ساب المريضة في. أول حاجة أنا كنت متطمن على دين التمامن. مفيش مريض حالته صحية سيئة قادر على الوصول بطبقات الصوت وقدرتها على توصيل مشاعرها بهذا القدر. الليفل الصوت اللي كان طالع مش ممكن دا يكون مريض يعني دا تتطمن عليه تماما. هو غطى بعاية في إظهار الصوت. الفكرة زي ما قلت لك أنا ليس. بس البنت ريشولد منخفض اللي هو إحساس الألم منخفض جداً جداً عنده. البنت ريشولد اللي هو بنت ريشولد دا اللي هو خدرة تحمل الألم منخفضة. ها ها هي و هي قادرت لي عادت لي أنا إحساسي للألم. ودي كتت يعني حاجة أنا بعد كده برضو طبعاً تنبهت ليه لازم نبقى عارفين الموضوع دي أعمل. هو سيكتجينيت المقام الأول. أنا سيبت قط القصرة دي. تأكد لما تكلمني على حتة الحكيم. طبعاً أنا أنا زي موترة أنا متطمن عليه. أنا عارف. مش ممكن واحدة صوتها يجيب كده دا وتبتع ديل ديل ديل. زي الفل. واحد تبقى كويسة وفعلاً بقيت كويسة جداً. وتطور التخديل فعلاً ووصل وكل. أنا بقى كنت أعلان على مين. تفتكر على مين يا طريق؟ على العينين المسانيين برا. على. والدتها كده. آآ آآ الستة. طبعاً أنا مش عايد أقول لك. دا ما توقعت. أنا قلت أول ما تسمع بنتها بتقول أي آآ على طول. حتى. حتى نهار. لقيتها. مش حاية. لقيتها منارة. بنتي عملتوا فيها ايه. وبنتي شعرف ايه. دي كانت مرة. عشان كده وتلك دي قصة كده. يعني مش بتحصل كتير. بس. مهم جداً. طبعاً الستة طبعاً طمنتها. وخارجت كويسة. ودينة بازال. كل حاجة تمام. بس الفكرة هنا. ان لازم يكون فعلاً معاك فريق جاهز مستعد. نحن نشوف مشكلة مريضة. حاجة تانية ان محتاج برضو يبقى فيه التنسيق مع الفرين معاهم. وده بقى عدوة نيرمين. نيرمين دي بقى قصة تانية. مهم. برضو كنت شغال قسطرة. وبعدين اه وانا شغال الدكتور التخدير حبي. اذا ما تقول كده ايه. تعال بالمصر كده يوجب. بقى قال لي بص. انا كمان بقى ايه. علشان هي تبقى مسرعة. تماماً انا بديتها مناوة. انا ما حبش استخد المناوة معمول. مهم. بحب دايماً. هي العملية قصيرة. ممكن بنص ساعة 45 دقيقة. مش مستهل. بس هو قال لي انا قدتها مناوة. طولي نايم الوقت قال لي نايمة. اشتغل بقى براحتك. وهي اعتبقى هادية. وانت براحتك. ومش شد. يعني. المهم كان معايا ساعتها الفريق الطبي. وشغالين. تعال بقى ايه. والعملية ماشية كويس. او الدنيا ماشية وتقريباً. فبتبقى عاد بقى ريلاكس كده. وسعب بنهرك بقى كده. نتحك مع بعض شوية كلمتين. تهريك تهريك. ولاد بقى مع بعض. مش حاضر اوضع حكتاً من كده. المهم. فكوية كده. اه. بقول الدكتور اللي معايا. احنا. عنا اليمين كويس. وان شاء الله الشماء. دلوك قاعدين. وفاجأة. وانا قاعد. بتبقى الترابيزة قصاري هنا. وجهاز هنا. وتلفزيون شاشة الجهاز هنا. المريضة بتبقى راسها هنا. ورجلها الناحية التانية. المهم. واحنا شغالين سمعت صوت جاي. من تحت. تحت هنا. تحت هنا ده. ايه ده. يعني الناحية الشمال يا دكتور محفولة كويس. ايه ده. نحية الشمال. ولقيت صوت بنات. دي المريضة بتكلمني. قلت لا. احتمال تكون ايه. بتتسعد كده مع التخدير واحد بيبارطم بيقول حاجات غريبة. فقلت لها ايه ده. انتي صحي. بقلت لي اه صحي. قلت لها من امتى. نعمرين ده. نعمرين ده. نحفلت وضون حاجات ده تهريك في الكلام بالقاوس. عايز اعرف بقتي. انتي من امتى. قلت لي من الاول. من الاول. بامارة لما كنت بتقول لهم على التعيين. خدوا بالكم التعيين. قلت لها اه طيب. هي لم تستجيب لجرعة التأثير. اه بقى. بس اللي عملته فيها بعد كده بقى لما طلعنا فوق. انا دائما بطلع اطمن على المريضة بعد ما من خلصتها. ما ليه مش كويس لان اطمنتها. بعد ما خلصنا. وقريبها عليم معاها. وقاتي انا قريبها كاترة وا 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 وا. هي عالتها عمد فيها. راح اتقالي. دكتور. سرك في بير. محدش هيعرف كنت بتقول ويهي. وقيتها هتبصلي كده. طبعا بعد كده خلاص بقى. ما اشوف بعدك اي طلبات ليها مجابة مسك عليها. فموضوع ان يبقى فيك برضو تنسيق مع دكتور التخدير. ويبقى فريق معك. النقطة التانية برضو كنت عايز اقولها في المكان. التعقيم. 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 موضوع التعقيم انا لاحظت ان فيه نوع من التساهل. وديه نقطة عايز اتكلم فيها برضو نحو. التعقيم يا اما صف. مواقفين. يا اما ما فيش حاجة اسمها التعقيم كم軍ين فى المية ستين فى المية. مهما عملت كل حاجة وفرجت كل حاجة معطمة. لو لمسة واحدة لمست. لمسة واحدة غلط. ايد لمست. لمس حاجة أه. حاجة مغارف لمسة واحدة. كل التعقيم بص. ي Spoiling. انتقلنا من غلطة واحدة من مية فى المية تعقيم. الى زيلة تعقيم. عشان غلطة وحد. عشان كده موضوع التعقيم جميني جدا. المكان اللي يتعامل فيه الاسطرة لازم التعقيم فيه يكون ممتاز. فعلشان كده انا التجهيزات والاساطر انا يمكن في الاول تعمدت اعرض ان فيه اشكال كثيرة من الاساطر. فيها ممكن تروح تشتغل فيها ما تلاقيش الاساطر انت محتاجها. اه حاجة زي كده ممكن تفشل منك عملية. انك معكش اسطرة مناسبة لحالة المريضة. او اسطرة كبيرة والشوريان صغير ممكن تخش تعمل مشكلة. اه. او مواد الحقن مش متوفرة. اه التجهيزات الاساطر الفرايتي انه الحاجات اللي انا بحتاجها لازم تكون كلها موجودة علشان اضمن ان العملية تتعامل بصورة سليمة. مازلنا في العوام. ايه تاني من العوام? يعني احنا كلمنا على المكان. كلمنا على المريض. التخدير. كلمنا على التعقيم. ايه التاني. العامل التاني بقى ده اه عامل جامد جدا. طبعا اتكار بقى عامل الدكتور. اه. وطبعا انا عارف الناس متوقع الواعد يتكلم بقى عن الخضرة والجدعانة والوقد ايه بقى اه مهارة والشطارة والعلم. انا حقول لك على حاجة صادمة. العامل الاول بالنسبة للدكتور بعد طبعا اخذ بالاسباب. وده ما اعتقدش حد لا بيتطرق لها ولا بيقولها. هو عامل توفير ربنا. ومش بقولها اه 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 اه. مش بقولها بقى لوا يعني دروشة ودين. عامل توفير ربنا. وحدي مسأل بسيط جدا. انا تعلمت الدرس ده وانا صغير وانا بتدرب. كنت بوصل في بعض العمليات ان انا 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 وصلت لما حالا الاول من الغروض. انا بعتارف على الهوة اه. حسيت ان انا اه الى ما حصلتش. ازا انا تقول ايه بقى لعملية بتاخدش من نواق. فبقيت حتى بعض العمليات ما بين عملية وعملية اللي هم دخلوها لي. حخلصها في عشر دايات ربع ساعة مثلا. حتى لو عملية بتاخد وقت طويل. فكنت مش مستعجب في شغل ولكن العملية سريعة بتستخلص بسرعة. لغاية لما وصلت الى هذا الشعور الزايد بالثقة. على طول حصل مرة مشكلة. والعملية طولت جدا. انا مشت بسلام الحمد لله من دولة زغيرة. هتعلم بالدارس ان ربنا بيقول لي هنا. مهما كنت انت فتك وفظيع وما حصلتش. اه اعامل ان انا وفقك. مهمة جدا. وحديدك مسلا بسيط جدا. محمد صلاح بتاع كرة. هي نفس اللعيب. نفس الكرة. نفس الملعب. نفس الجون. كل حاجة. كل حاجة. كل حاجة. كل حاجة. وقت مرة ما يدخلش. في كل حاجة. في كل شيء في الدنيا. هو مش بس في الطب. في كل حاجة في الحياة. يعني على مستوى جميع الاشياء. يعني اذا نزعنا التوفيق الالهي. الامور بتتخرب. يعني حتى انا في رأيي انه يعني على مستوى الدول وعلى مستوى المنظومات اللي بتخطط لاشياء مهولة. بتيجي تنقلب السحر على السحر. ويجي الناس. ودي يعني فيه اماكن في العالم. لو فاكر في 2008 حصر كارثة اقتصادية. في كيانات مهولة. في العالم. في منطقة قعدت من 2000 لغاية 2008. تخطط. ازاي تسرق العالم. او تأثر فيه. انا بكلمك كلام مهم جدا. وانقلب السحر في 2008. دخلوا فيه كارثة اقتصادية. مثلا. وده هيتكرر تاني في السنين اللي جاية. في نفس هذه الكيانات اللي بتخطط. لانها تعمل ايه في العالم. يعني انا بكلم على انه في منطقة الخطورة. انك تفقد ما يسمى بالتواصل الالهي. ان انت تبعارف مكانك مهما كنت. ان انت عبد بتنفس في الانسان مشيئة يا ربنا سبحانه وتعالى. بتنفس في الارض مشيئة يا ربنا سبحانه وتعالى. وانه كل شيء بعمر الله. التواصل الالهي ده بقى عمالي بعض المشاكل لما روحت انجلترا. وهقول لك ازاي دلوقتي. طبعا انا 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 اولا معتز جدا باللغة المصرية. وحب استخدم المصري كتير وبحب اتكلم مصري. وبعدين زي ما قلت لك التواصل الالهي ده بقى انا بحب. فعادة قبل ما ببتدي اي عملية ببقى مركز جامد جدا. مركز كده مركز. وبعدين ببدأ حاجات معينة كده. الحاجات دي عملية في الاول طبعا اول ما روحت. وبالذات لما بروح مكان جديد ناس مش عارفين هناك. ايه اللي بيحصل بقى. بلو انا عارزة كنت تتخيل هما بيبوا شايفين ايه. انا طبعا انا عارف ايه اللي بيحصل. بس هما شايفين ايه. بيبوا شايفين واحد داخل. وفجأة كده اه مركز قبل ما يخش عملية ببقى. انت عارف الممرضة وانا بلبس اللبس التعقيم بجوانتي واناش عارف ايه وبجهز. وراح داخل على قط العمليات. وتبقى ممرضة جانبي. وفريق كامل بيشغال مساعد معي. مساعد ببقى في داكاترا صغيرين بمرارهم. المهم انا داخل. اول حاجة بعملها. بيبوا شايفين واحد قاعد مع نفسه كده. واقع بيبرطم. بيبرطم. بتعارب المصري كده بيبرطم. بتلاصم. بتعويز. بحاجة. شايفين واحد انا بقول ايه. فبالنسبة لهم بيبوا شايفين واحد. يا اما بيكلم نفسه. يا اما بيكلم شخصية خيلية مثلا هو متخيل في حد جانبه عادي بيكلمه. ويقول لك الرجل ده ففي الأول هم مش فيهمين انا باعمل ايه انا ببادع يا ربنا ده حقيق وداكل يا مساهد يا رب يا كريم يا رب يا رب سهل يا رب عشان قاطر العيانة العيانات تبقى حاس ان انت البطل بتاعها اللي هيحلل لنا مشكلتها واببقى سعيد جدا لما شوف اتسامة السعادة على وشها فببقى حامل هام ان انا بلاقوا وفا طبعا ده يا ربنا طبعا هم بيشوفوا بقى المنظر ده هو مش فيهمين راجل ده بيتكلم مين ده مع نفسه هو هو مفوس احنا جاينا واحد من مصر عصابه تعبانه بس مع الوقت خلاص بيفوت قالك خلاص لأ ماشي هو شاطر بس مفوت بس نفوته يعني خلاص ما ده من العملية بتنجح مش مشكلة مفوت مفوت فموضوع انا فعلا محتاجة يعني كنت تركي شوية على فكرة التواصل الهي لان بعض الحالات كنت بقى فيها صعبة جدا وما بيحلاش فعلا بدعوا من عندهم يا رب سهل ماهي الرسالة النهائية التي تود أن تصل إلى عقول الناس حتى يفهموا أن أسطرة الرحم لابد لها من حامي والثقافة والثقة لكي يحميها من حالة الفشل طبعا هنا بسرعة سأقول برضو أننا في عامل المريضة المريضة لازم تبع عارفة أن في بعض الأحيان ممكن أن أنا ما أقدرش أوصل للشوريان سعب يبقى طالع من شوريان المبيض لا أقدرش أحقنه أحوال معاناة ففي عوامل في المريضة نفسها وفي ساعات المريضة نفسها ما تكونش هي ما تكونش هي ما أقدر أساعدها بها فهي بتعتبر أن أنا فشلت لمجد أن أنا لم أصل لطموحاتها وتطلعاتها المهم الرسالة اللي عايزة أقولها دلوقتي أول حاجة بالنسبة لدكاثرة الأشعة التداخلية أنا عايزة أبدي رسالة لدكاثرة الأشعة التداخلية رسالة الأطباء النساء والتوليد ورسالة للمريضات أشعة التداخلية أخد خبرة كفاية قوي علشان لما تعمل الأسطرة تبقى عندك الخبرة الكافية لأن المريضة ليس دائماً لديها شرينين كما نرى أنا كان بيجيلي مريضة عندها خمس شرايين ولو أنت مش عارف أن يكون هناك خمسة وما شفتش الخمسة ومش عارف كيف تصل إلى الخمسة العملية ستفشل تبقى جاي من خطة غير متوقعة خالص المريضة بتعملها وبعالين تكتشف أن هناك شرين إضافي وهو العمل المشكلة ده كترة ده كترة ده كترة ننتظ لكم محدش يفدي ولا يدي معلومات عن أسطرة الرحم بالنسبة للمريضة غير دكتور الأشعة الداخلينية بسمع معلومات مغلوطة ومعلومات بعضها غير علمية طبعاً مش كلهم ولكن ومعلومات تأخذ المعلومات من اللي يمارس ومن اللي عنده المعلومات ومن اللي عنده الخبرة واللي عارف تتعامل ازاي وعارف مشاكلها ايه لأن معلومات كتيرة جداً سنتحدث عليها المرة الجاية ستصل بصورة خاطئة للمريضة وتعملها تدرد بالنسبة للمريضة لازم تتعوي تتكلمي مع الدكتور وتسأليه الأشياء التي أقولها هي اسألي عليها اسألي عن المضاعفات اسألي عن المشاكل ونسب النجاح ونسب الفشل وسأليه اسألي دكتور نحن في مصر عندنا دكتور يتعامل كأنه لا يسألني وخدي وقتك انت مش حالة انت مش عداد بنعد وكلمي الدكتور والدكتور هنعرف بعد كده انه مش هو مصدر المعلومات الدكتور ناقل المعلومة وليس مصدر للمعلومة تعلمي تفتي حقك في النقاش مع الدكتور وان انت تفهمي وتستوعبي لتعرفي قراري بصورة سريمة وعرفي زي تختاري الدكتور عن طريق هذه الاسئلة نقش الدكتور نورت يا دكتور ساميرو أسعى الثاني ونورت النقطة مهمة جدا جدا وعلى عايزة تكرارها وده للشباب الأطباء أرجوكم انتبهوا للمعلومة التعلم ده في طب مهم جدا إمتى أكون أنا قادر إن أنا أكون الرجل الأول في أي إجراء إيه المستوى اللي أنا لازم أوصل له عشان أنا أبقى في إيدي دفت القيادة وبنى السواء الأساسي اللي ماسك عجلة القيادة وهسوبة ما نستعجلش عشان نوبحنا كابتن الفريق لازم أخد وقت وأتعلم كويس جدا حتى لو بزيادة شوية ما فيش مانع أبدا إننا طول في التعليم بس لما أمسك عجلة القيادة ما ينفعش أبدا إلا إن أوصل لبرني الأمان طي في العزيز الاسم المتميز الأساس الدكتور سامير عبدالغفار استشاري عمليات الأشعة التداخلية في المستشفيات هارلي ستريت برينسس جريس في اللندنية الأساس الزائر للعديد من المستشفيات المصرية والعربية نورته الدكتور ربنا خليكم سعيدة جدا ما أتحول معك بلقية دانك العادة اللي بسعد دائما في اللقاء معك يعني دايما خليكم مع الدكتور غولدين جولد المولود سنة 1920 والمتوفى سنة 2005 هو عالم فيزيائي أمريكي ينسب إليه اختراع الليزر سنة 1960 واللي عمل ثورة علمية وتقنية عظيمة في العالم كله في العديد من المجالات وكان لطب وجراحات العيون وتصحيح الإبصار نصيب كبير منها حققت نتائج علاجية كانت من سنين مش بعيدة في خانة الأحلام مستحيلة التحقق ومن سنة 1960 حتى الآن تطورت أجهزة الليزر واستخدامتها في طب العيون بأمان تام وفاعلية أكبر ووقته مبهود أقل وتعددت مشاكل الإبصار اللي أصبح حلها تدخل الليزر أهلا بكم النهاردة كالعادة عالم العيون المثير الأثير بقيمته الكبيرة لكن قبل ما أدخل في الموضوع في أفكار شائعة تناغي الناس عن العيون أو عن النظر عموما لازم تتغير يعني دي حاجات سوابت كده دايما أفكار الناس عن العيون بتبقى قديمة ترافية وكتير منها بيبقى غلط فمنها مثلا أن لبس النظارة بيأثر على النظر بيضعف النظر يقول لك ما تلبسش هتتعفلك نظرك بتلبس نظارة ليه وانت صغير كده هتتعفلك نظرك الكلام ده مش صح طبعا مش صح طبعا حاجة تانية فكرة الجلوس الطويل قدام شاشات الكمبيوتر بيتلي في النظر الحقيقة الدراسة البرتنية في الجاردين قالت أنه ده مش مؤكد قوي أنه مش للدرجات دي يعني ده حاجة برضو من الحاجات المهمة قوي برضو فكرة أن القرية في نور مش عالي نور خافت مضر بالعينين ويخرب البصر راشيل فيرمن وأكون كارول في 2007 عملوا دراسات كتيرة قال أنه ما بيلحقش أي نوع من الضرار بالنظر فكرة أن الأكل للجزر كتير بيحسن النظر الكلام ده مش صحيح صحيح أن الجزر فيه فيتامين ايه وبيساعد على تخفيض مخاطب تطور أمراض العين لكن في جامعات قالت أنه كميات يعني الجزر مش بيخلي النظر يتغير يعني السالب عشرة مهما قال إن شاء الله يأكل فدان الجزر مش هيتحسن قالك أنه الحاول عند الأطفال بيزول لوحده بيخف لوحده الكلام ده مش مؤكد مش صح يعني الحاول ده مرض ينبغي أن احنا ننظر له نظرة مميزة جدا عند دكتور العيوم مش يتسابع لكن بتشاف الزي أو بيتعليك زي ده قصة كبيرة جدا يعني دايما العيون حواليها الكثير جدا من المغالطات النهاردة حوار خاص جدا عن تصحيح الإبصار وبرضو يعني أكيد سنتطلق إلى أجزاء من اللي أنا قلتها دي مع ضيفي العزيزة القمة العلمي الكبير هو الاسم الكبير اللي بفتخر بوجوده معنا في الدكتور وبسعد جدا لأنه واحد من الذين بني الدكتور على وجوده أيضا كريزمة خاصة أكاديمي من طراز رفيع وجراح عالمي بمعنى الكلمة ضيف العزيز الأساس الدكتور وحمد عدسان تكوين الويش نفسه والعينين رسمة العين نفسيها تديك إي حق إنه عنده حوالي لكنه ما عندهش حوالي هل الليزر السطحي أوبشن؟ ولا فيه حالات ينسبها الليزر السطحي وحالات لن ينسبها الليزك فيه حالات ينسبها الليزر السطحي والليزك وفيه حالات ينسبها الليزر السطحي وما ينسبهاش الليزك الناس لسه بعدهاش ثقافة التفرقة بين الليزك وبين الليزر السطحي أنا عملت الليزك النهاردة جالي مياه بيضاء بعد 20 سنة مش عشان أنا عملت الليزك عشان أنا مكتوب لي هيجي لي مياه بيضاء فيه نوع تاني من ضعف النظر بقى اللي هو نتيجة الليزك نفسه هنا لازم نتدخل الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون طب عين شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية عضو الجامعية الأمريكية لطب وجراحة العيون عضو الجامعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء عضو الجامعية الأمريكية لإصلاح عيوب الانكسار سبع أبحاث منشورة دوليا سبعتاشر بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجامعية الأوروبية أستاذ طب وجراحات العيون بكل الطب جامعة عن شمس والجراح الكبير أهلا بك الدكتور رحمد بيض أهلا وسهلا وأهلا بيكو في الدكتور في الدكتور أنا بس عايز أعلق شوية ممكن بعد إذن طبعا أولا الكلام اللي حقا قلته صح مية في المية إن موضوع مثلا على سبيل المثال موضوع الجزر ده بيقوي النظر دي يمكن جاي على السجع بتاع الأغنية يعني لكن مش والجزر آه فيه فيتامين ألف بس مش هو الوحيد الأكتر حاجة فيها فيتامين ألف رقم واحدة مش مش على سبيل المثال فيه فيتامين ألف أكتر من الجزر بكتير فلو أنا عايز أقوي النظر لو هو مقولة دي صحيحة يبقى أنا مفروض أكل مش 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 أكل جزر على سبيل المثال يعني الحاجة التانية إن هو الفيتامين ألف مش هو ده العام الأساسي اللي بيتحكم في النظر فيه حاجات كتيرة جدا وكإحتياجات العين من الفيتامين ألف بتكون قلالة جدا وعشان يبقى عندي نقص من الفيتامين ألف علشان يبقى يقدي إلى ضعف النظر فهيبقى مصاحب مع أعراض تانية زي تأشير في الجلد على سبيل المثال فدي هتظهر قبل ما يظهر حتى ضعف النظر فهي كلمة مصبوط 100% قصة موضوع الكمبيوتر وموضوع التلفزيون هو مجهد للعين لكن مش بيضعف النظر يعني مش هو ده اللي يخليه السالب يتغير بسرعة لكن هو كعامل مساعد ممكن أنا طول ما ببص على حاجة قريبة ممكن ده يساعد أن أسر النظر اللي هو عندي يتكون ويبقى أكتر وكل ما ببص اللي بعيد كل ما بيكون أحسن لكن ما فيش إشعة بيطلع من التلفزيون زي ما كنا زمان بنقول أو زي ما كان أشيعة زمان إن في إشعة بيطلع من التلفزيون يبوز إليه فكلام حقيقي مظبوط أنا بس عايز أعلق على نقطة الدول والحاول لا يتحسن الحاول في بعض الأوقات يمكن ليتحفز شوية صغيرين على الكلمة دين في بعض الأطفال هم تكوين الويش نفسه والعينين رسمة العين نفسيها تديك إيحاء أنه عنده حاول لكنه ما عندهش حاوله ده بيتحسن تلقائيا بس هو بالأول هو مش حاوله بنقول عليه حاول كاذب ده مش حاول أساسا مجرد معضمة المناخير تكبر شوية صغيرين فتحة العين شكلها يتغير مع نمو الطفل الحاول ده بيتلاشي أو شكل الحاول ده بيتلاشي لكن في بعض الأطفال عندهم حاول فعلا دول لازم يتدخل تدخل ده ممكن يكون بسيط جدا زي نضارة أو يكون عملية عايزة روح بقى للليزك الليزك عملية مهمة جدا مشهورة جدا لكن حواليها الكثير من يعني النقاط اللي تحتاج توضيح مش نقول لغة لكن توضيحات أولا هي الليزك من أشهر وأنجح عمليات العيون لكن ليها كراتيريا أو ليها شروط لازم شروط دي تستوفى في عين المريض علشان تبقى العملية نكحة لو الشروط دي مش مستوفى فالعملية نتاجتها مش هتكون مرضية للعيان خالص وبالتاني ممكن العيان ده يرجع يلبس نضارة تاني وما يبقاش مبسوط من نتيجة العملية وساعات يبقى مقاس النضارة اللي هيلبسه بعد الليزك أسوأ من مقاس النضارة اللي كان لابسه قبل الليزك ده نتيجة حاجات أعوامل كثيرة جدا نتيجة أن الأول ما كانش المريض دي نفعله الليزك دي رقم واحد رقم اثنين ممكن جدا أساسا الجهاز الليزك أننا استخدمته كان جهاز قديم أو أننا عملت قطع في القرنية بالمشرط مش عملته بالفمت وليزر زي ما احنا بنتجلم بالوقتي في الطريقة الحديثة في أسباب كتيرة جدا بتخلي أن المريض أو صومة الليزك حتى متبقى الشياني في بعض الناس يسمع يقولك أنا عملت الليزك والبقى رجعت لبست النظارة تانية العملية بايزة العملية مش حلوة أوه تعمل الليزك كلام ده مش مظبوط لا أن لو على هذا المنوال المفروض أن أنا مركبش بقى عربية أن العربية بتعمل حدثة ولا أركب طيارة عشان الطيرب بتقع فبالتالي الطيرات كلها وحشة والعربات كلها بتعمل مشاكل فما أركبش العربية ولا أركب طيارة وأرجع أركب حمطور بتاع زمان الكلام ده مش مظبوط العملية دي عملية نكحة جدا لكن عايزين نوضح بس أن هي ليها شروط وليها بدائل البدائل أنا عايز أوضح بس فكرة الليزك الليزك القرانية نفسيها بتاعتنا اللي هو الجزء الخارجي من العين عبارة عن طبقات زي زي الورق ده حوالي 200 طبقات الليزر السطحة أو الليزك في الأساسة أنه احنا بنشيل بنعمل قطع من القرانية كده وننزل شو على الليزر الفيلم هنا بيبين القطع ده ممكن يتم بالليزر ممكن يتم بي المشرط فاحن هنا بنعمل القطع بالليزر لكن في جميع الأحوال فيه شريحة من القرانية أنا بشيلها شريحة ده عبارة عن مجموعة من الطبقات السطحية بشيلها وخلي شو على الليزر بعد كده ينزل ورجع تاني الطبق دي تاني ممكن المشكلة هنا هوت المشكلة بقى في لما بعد القطع ده لما أعملته هنا هوت لو بصنا بالكاميرا هنا تعلق الجزء ده هنا هوت المشكلة ده لما بقع بقطع كده هوت وبرجع شو على وحط الليزر هنا هوت ورايح مرجع شو على الليزر تاني كده هوت أسف أرجع طبقة القرانية تاني كده هوت دي ما بتبقاش سابتة في مكانها فممكن تتحرك مكانها خاصة في الأيام الأولى بعد العملية لو دعاك المريض إيدي فعنيه وفي نفس وقت بتضعف نسيق القرانية ككل نسيق القرانية بيكون من 200 طبعة بالمنظر ده كأنها زي الكاشكول ده أو زي الكراسة دي أو الورقة ده فهين هوت القطة اللي أنا عملته ورجعته تاني هو بيلحم بس ما بيساهمش في الأنسجة بتاعت القرانية في قوتها بيبقى ضعيف فتبقى القرانية ضعيفة فلو من الأول القرانية بتاعت المريض ده رفيع عدد الطبقات قليل أو هي ضعيفة خلقيا من فعش الليزك طب نعمل إيه في هذه الحالة؟ في بدايل في بدايل الليزك كان عندنا قبل الليزك الليزر السطحي الليزر السطحي يعني شو عن الليزر ينزل على سطح القرانية السطح القرانية ده عبارة عن طبقة واحدة من خلايا بنشيلها بطريقة أخرى وينزل على السطح القرانية مباشرة أنا ما بشيل شيء الشريحة دي خالص زي ما عملت في الليزك بينزل على السطح القرانية المشكلة في الليزر السطحي ما خدش شيء يعني شعبية قوي زي الليزك ليه؟ إن إن السطح القرانية فيه أعصاب بيحس بالألم فلما بنعمل العملية على هذه الطبقة العيان بيشتكي إنه بيحس بشبورة فيهنية وألم لمدة أربع خمس أيام وساعة الشبورة بتمتد لمدة أسبوعين بعد العملية ففترة النقاة بتكون سخيفة شوية فالليزر السطحي ظهر قبل الليزك هنا دي طبقة خلايا بتتشال بس كده هوت لكن شو عن الليزر بينزل على سطح القرانية إحنا هنا ما عملناش قطع وبالتالي ما عملناش قطع فإحنا هنا ما ضعفناش القرانية زي ما بنعمل فيه الليزك فالليزر السطحي قد يكون أأمن في بعض الأوقات من الليزك عيبوا إن فترة النقاة بتاعته بتكون أطول من الليزك أنا بشرحها للمرضى الزيزاي إنت دلوقتي ممكن تروح من مصر الجديدة للمهندسين ممكن تركب العربية المكيفة بتاعتك وتنزل العربية بتاعتك وتروح راكب العربية من الباب توصل ليه المكان اللي انت عايز توصله فيه المهندسين بالعربية طب نفترض أن العربية دي فراميلها بايزة وفي مشكلة في الموتورك العربية والكبالة بتاعتها مش مضبوطة والعربية فراميلها بايزة زي ما قولنا يبقى أأمن تركب مواصلات ولا تركب العربية لفراميلها تركب مواصلات تركب مواصلات المواصلات هتنزل هتمشي شوية تستنى الميكروباس أو تقف في محطة تركب مواصلات هينزلك بس يقف في كذا محطة هينزلك في المكان اللي انت عايز تنزل فيه هتمشي شوية كمان عبال ما توصل للنقطة اللي انت عايزة بالزبط في الحالتين سواء انت ركبت عربيتك سواء ركبت المواصلات انت وصلت بس في واحدة وصلتك بطريقة أبطأ شوية نفس الكلام الليزر السطحي مش سيء الليزر السطحي بيديك نفس نتيجة الفيمتوليزك بس بفترة نقاها أطول شوية طب ليه ما بنعملش الليزر السطحي على طول عشان فترة النقاها بتبقى أطول واحنا في الحياة المدنية بتاعتنا ما فيش حد يقدر ياخد أجازة من شغله أسبوعين أو أسبوع حد فيه الناس عايز يتعمل عاملين النهاردة يرجع شغله بعد يومين هنا الليزك يبقى كويس لكن افترض ان ما ينفعش الليزك أو فهمتوا الليزك يبقى ما فيش ما يمنع ان احنا نعمل الليزر السطحي في هذه الحالة عشان كده في المؤتمرات الطبية الخاصة بالليزك طلعت جملة مشهولة او دي اسمها باك تو سيرفس باك تو سيرفس أبليش باك العودة مرة اخرى للسطح خاصة ان دلوقتي ظهر حاجات جديدة في الليزر السطحي بقت تدي نتائج احسن بقت ادق اكتر وفي نفس الوقت فترة النقاها باعتها اكثر لو رجعنا لو خدنا بالنا من الفيلم لو احنا قدنا القرانية فيه طبقة خلايا احنا لازم نشيلها يدوي او بكحول تتشيل بك ازا طريقة وبعد كده سطح القرانية اللي هو النسيج نفسه بينزل عليشه على الليزر دلوقتي الليزر السطحي دلوقتي ما بيناش نعمل الخطوة دي بقى الليزر السطحي بقى انشيل الطبقة دي اللي هي الخلايا دي اللي هي ما لهاش قيمة فيه سماكة او نسيج القرانية نفسه ما تأثرش على نسيج القرانية هنا بينشيلها بكحول بنحط كحول على اين العين مخفف طبعا وباين بتتشيل بطريقة يدوي بهذا الشكل كده دي بتقلل فترة النقاها او بتطول قاسب فترة النقاها شوي علشان استخدمت مادة كيمائية على سطح القرانية طب دلوقتي فيه ايه الجديد الجديد دلوقتي انه الخطوة دي ما بعملهاش بقى بنعملش الخطوة دي خالص بقى انه نعمل ايه شواء الليزر نفسه هو بيعمل العملية من اولها الاخيرة بنسميها no touch technique يعني ما فيش حاجة تلمس عين العين خالص الليزر هيعمل الطبقة اللي هي ملهاش قيمة دي بتتشار ينزل على السطح القرانية يصلح عيوب الابصار متشكرين انا مسش عين العين طب عايز اسأل السؤال بديهي بقى كان الليزر القديم بيشترد سمك قرانية معين عشان يديني درجات معينة في الاصلح صح كده ولو سمك القرانية مش جيد مش هادر اصلح قوي او اصلح نص ونص في الليزر السطحي هنا سمك القرانية هنا لا يعيني ولا ايه لا يعنيني برضو بس مش بالدرجة زي الليزر يعني الليزر انا ماحتك سمك قرانية اكتر نختارد مثلا 500 490 مايكرون او 490 من الالف من المال لكن الليزر السطحي لا ممكن 490 نشتغل وانا مطمئن 485 480 500 او اقل ممكن الليزر السطحي ما فيش مشكلة 500 او اكتر الليزر يبقى احسن هنا برضو الفرق ما بين الليزر والليزر السطحي الليزر السطحي بينزل شو على الليزر على سطح القرانية ببعشرة دلوقتي الجديد اسمه ستريم لايت يعني الليزر بيبتدي من اول العملية لاخرة خالص ما فيش اي خطوات مانيول ما فيش اي خطوات بيدي الجراح بيعملها ما فيش كحول ولا اي مادة كيميائية بتتحط على عين العيان كله من اوله لاخره شو على الليزر يصلى حيوب الابصار بنحط اطرة بعد العملية نقولك مشاكرين مع السلامة بس بنتنبه المريض ان فترة النقاحة بتبقى يعني ساعات بتبقى بيخة شوية زيارين اربع خمس تيام نقوله ما فيش داعي تتعرض للشمس البس نظارة شمس لو عايز تنزل للشارع ما عنديش مشكلة خالص هتحسك شوية حرقان وشكشكها بندي اطرات مسكنة بندي اطرات مخدرة المريض ما فيش ما يمنع ان هو يمارس حياته اول ما يقدر هو ينزل للبيت او ينزل للشغل ما عنديش مشكلة خالص يقدر ينزل البيت في ميزة ثانية ان لو داعي كدفة يعني مش يحصل حاجة يعني ما عندناش القطع اللي احنا عملنا القطع اللي احنا كنا عاملينه مع الليزك مش موجود فبالتالي نسيج القرنية محتفظ بقوامه محتفظ بسمكته زي ما هي اذا هل الليزر السطحي اوبشن ولا في حالات ينسبها الليزر السطحي وحالات تانية ينسبها الليزك في حالات ينسبها الليزر السطحي والليزك لاتنين زي بعض وفي حالات ينسبها الليزر السطحي وما ينسبهاش الليزك وفي حالات ينسبها الليزك وما ينسبهاش الليزر السطحي يعني دي تعتمد على خبرة الجراح وهو رأيه في كل عين ساعات نفصل ما بين العين المين والعين الشمال ممكن نعمل العين الليزر سطحي والعين التانية فيمتو ليزك ممكن نعمل الاتنين الليزر سطحي أو الاتنين فيمتو ليزك على حسب ما أنا شايف ده بيخش في القرنية شكل القرنية سمكة القرنية إذا كان الشخص الأدامي ده راجل ولا ست السن أخباره إيه؟ بيشتغل إيه؟ الحاجات دي كلها بنحطها في الاعتبار عشان يختار الأنسب للشخص أنا محبش أقول المريض ليه الشخص نفسه أنسب حل عشان يخليه يقلع النظارة وفي نفس الوقت يبقى محتفظ بالأمان بتاع نظره أو ثبات النظر بعد العملية على طول أطول فترة عندي كيس مهمة قوي كيس ديت محتاجة بقى نفهمها بالراحة خالص عيان عمل الليزك أو شخص عمل عملية الليزك ويقول أن نظره بعد ما عمل عملية الليزك اتحسن وقعد فترة ممكن سنين ثم عادة يضعف مرة أخرى هل هذه المقولة صحيحة بنشوفها؟ طب إيه الاحتمالات؟ إيه الديفرينشال دي يجنوز بتاع قصر؟ المقولة صحيحة مش خطئة هو فيه نوعين من ضعف النظر بعد الليزك فيه ضعف النظر طبيعي أولا إحنا بني أدمين أنسجة حية تتفاعل مع المؤسرات الخارجية عمرنا ما كنا جماد إحنا مش خشب ولا حديد إحنا بنتفاعل إحنا فيه مرحلة نمو مرحلة النمو دي بتختلف من شخص للتاني بتختلف على حسب اللايف ستايل بتاعي أو أسلوب الحياة بتاعي أنا عادت ده من الكمبيتر فترات طويلة ده بيساعد على تكون أسر نظر فهنا عندنا نوعين من ضعف النظر فيه ضعف نظر طبيعي يعني هو طبيعية الشخص ده أن ممكن نظر يضعف شوية أنا النهاردة سالب واحد بعد خمس سنين ممكن أبقى سالب واحد ونص بعد عشر سنين ممكن أبقى سالب واحد خمس وسبعين جرى العرف أن النظر بيكون سابت في المرحلة العمرية ما بين سن عشرين أو تمنتاشر في البنات أو عشرين في الولاد حتى سن الأربعين فإذا الفترة دي بنفترض فيها أن النظر سابت لكن وارد أن النظر يضعف بس يضعف حاجات بسيطة مش ملحوظة للمرض ما يحتاجش بسببها يرجع يلبس نظارة تاني يعني العمالة الليزك عنده واحد عنده عشرين أو خمس وعشرين سنة المفروض أنه مش يحتاج يلبس نظارة إلا عند سن الأربعين وغالباً تبقى نظارة إيراية بس لكن كل قاعدة أوليها السسنة ممكن هذا الشخص لأنه مفترض أن النظر يكون سابت ممكن نظر يضعف ضعف بسيط بعد خمس ست سنين يضعف نص نمر هنا عندهش مشكلة إلا بالليل ووسائل عربية يجي بليه الوسائل العربية هيلاحظ أن الرؤية ما بقيتش واضحة زي الأول بنخيره نعمل ليزر تاني أو ليزك تاني أو يلبس نظارة أو ممكن يسيب نفسه مش يحصل حاجة لو هو يعني متعايش مع النص نمرأ اللي موجودة عنده في نوع تاني من ضعف النظر بقى اللي هو نتيجة الليزك نفسه أنه أنا ضعفت أنسجة القرنية نفسيها فحصل تضهور أو حصل تمدد في أنسجة القرنية لأنها بقت ضعيفة ما بتستحملش ضغط العين الطبيعي فبتتمدد لما أنسجة القرنية تتمدد ده هيترجم على طول فصولة زغلالة في النظر على طول هنا ده ده المشكلة هنا لازم نتدخل على طول ما بنخيرش العين نقول له بتلبس نظارة ولا تعيش كده وخلاص لا هنا لازم نعمل تسبيت نظر وساعد بنحتاج نزرع حلقات زي قرنية المخروطية بالزد عظيم كالعادة بتبهرني وبتساعدني جدا بحوارك العلم التخيط جدا اعرفنا في هذا اللقاء الممتع والحقيقة دايما بتجسد لي ما كتب عن جراحين العيون ريت حاجة مكتوبة هي مش قديمة ده اللي كتبها زميل يعني آه زميل كتب عن جراحين العيون مضمون رائع جدا أنه هذا هو الجراح الذي يأتمنه الإنسان على أغلى ما عنده على الجوهرتين اللذين أو الذي يرى بهم جمال الدنيا هو في حد ذاته ينبغي أن ننظر له نظرة إعجاز إزاي وهو كل هذه الكام من التوتر والتركيز ويبدو هادئا كعادتي يعني والعجبني جدا وكلام كتير هي كتبه يعني الزميل عزيز لينا والعجبني جدا في تعريخك على هذا الكلام اللي انت قلت احنا كل كلامك صح بس احنا ما نستخدمش دلوقتي مشارط فعلا بخال نستخدم مشارط كلها بقت ليزر من أول لآخر العملية دورتنا الله يخليه ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور أحمد عسف أستاذ طب وجراحات الأيوم بكل الطب جامعة عن شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية بلندر اسم الكبير كان ضيفي فيه واحدة من أهم المواضيع وأكترها أهمية في عالم تصيح الإبصار وهو الليزر السطحي اللي أعتقد أنه لسه ما أخدش حقه من النحية الثقافية الأعلامية رغم واسع انتشار هذا الموضوع على مستوى تصيح الإبصار في العالم back to the surface أو العودة للسطح الليزر السطحي back to surface ablation أو العودة إلى الليزر السطحي العودة مرة أخرى للليزر السطحي ده شيء مهم جدا وهو ده كان موضوع نهار افهموا كواس جدا لأنه مهم جدا وخليكوا دايما مع الدكتور أهلا بكم عندنا علاقة بين حاجتين الحق الميجهري كأسلوب وحل عظيم ورائع ونفع من ربنا سبحانه وتعالى يعني نعمة من نعم ربنا العلمية من نبيها البشرية اللي لك تأخذ الإنجاب وحدوث حمل بعد الحق الميجهري العلاقة بينهم علاقة مثيرة جدا بيسموا الحمل بعد الحق الميجهري في الكتب العلمية يقولوا إيه precious baby precious baby يقولك ده حمل له قيمة غالية لأنه له تكلفة حقيقة ولأنه في الغالب جاء بعض انتظار بعد مروس سنوات وأنه في الغالب ربما يكون الفرصة الأخيرة للحمل لأنه ممكن تكون سيد المرأة متقدم أو مخزون المرأة عندها يوشك على النفأ فتوتر المرأة هم بنسمي يقولك إيه حتى الستات اللي بيكتبوا أدبيات فيه أدبيات دلوقتي بتكتب على الحق الميجهري والحمل بعد الحق الميجهري تشوف أدبيات في أوروبا وفي أمريكا بكتوبة بقى بالصيغة شعرية رائعة ستتلاقي كتبة كيف عانت كيف مرت الليالي في انتظار نتيجة الحمل بعد الحق الميجهري وكيف كان هذا الحمل غالي عليها جدا وخايف عليه جدا ثلاث شهور الأولينين زي عشرتهم تكتب مذكراتها الحقيقة في جانب علمي لازم نفهمه في هذه القضية قضية احنا قولنا حاجتين النهاردة نتكلم عنه حق الميجهري وحمل بعد حق الميجهري هنفهم الكلام ده بالتفصيل النهاردة مع واحد من النجوم تأخر الإنجاب اسم علمي على أرقى مستوى النهاردة موجود فيه الدكتور وبسعد دايما بالحوار العلمي الراقي منه ضيفي العزيز الأستاذ دكتور علي خيال استشاري أول أمراض النساء والتوليد والحق الميجهري المدرس لأمراض النساء والتوليد صاحب دكتور أمراض النساء والتوليد وعضو جمعية المصرية يقول خصوبة والرقم الإسم القدير أهلا بك دكتور علي زي كتور أيمن زي حضر وحشني جدا أنت أكتر كل سنة الأبيض ضاييق بك طبعا يعني رباني يبرك فيه ازداد قيمة جوده أول كل سنحاك طيب كل سنة وإن شاء الله عام خير كل سنة والطيبين جميعا شكرك شكرا زينا عقبولك دعوتنا وجودك معنا واختيارك الموضوع كمان أنت النهاردة اخترت حق الميجهري وحمل بعد الحق الميجهري بس نبدأ الأول بالحق الميجهري تمام احنا تكلمنا كتير عن حق الميجهري بكده وعارفين عن إيه حق الميجهري وإمتى بنا الجائل بالنجال وزي ما قلنا قبل كده الأسباب متعلقة إما بالزوج نقص أو في العدد أو نعدام الحيانات المنوية أو أسباب عند الزوج زي زي ما احنا عارفين المشاكل في القناة فالوب أو مشاكل في بطلنت الرحم أو يعني تأخر الحمل غير معلوم السبب لأكتر من سنتين أو تلات سنين وحصلش نصيب يعني بالخطوات العادية بنضطر نحن نعمل الحق الميجهري عن طيب زي ما احنا عارفين تنشيط التبيض وسحب البيضات وأخذ عينة من الزوج والإخصاب في المعمل وتكون أجنة وبعدين نزرع الأجنة وننتظر بقى حدوث الحمل النهاردة خصصنا الحمل عشان نتكلم على موضوع الحمل بعد الحمل الميجهري وده موضوع مهم جدا وكتير من السيدات اللي قد مش عارفة لما يحصل حمل هنعمل إيه والحمل ده مختلف ولا مش مختلف عن الحمل الطبيعي ولا لا وإيه هي الاحتواطات اللي ممكن نعملها هنتكلم عليها في الحلقة النهاردة مع حضرتك إن شاء الله إزاي نكتشف إزاي نعرف ده يجنوز أن الحلة فعلا حملة اللي تيوبا فيه نجاح بسحك بعد ما يحصل عملية الزرع بننتظر أسبوعين وبعد نعمل اختبار الحمل عشان نعرف حصل حمل أو لا ده يعني التشخيص الأكيد لحدوث الحمل إنه نعمل اختبار حمل بعد أسبوعين من الزرع ويطلع الاختبار إيجابي وبنعمل اختبار حمل رقمي يدينا رقم كويس كل ما كان الرقم كبير كل ما بيطمننا عن حمل كتير قوي من الستداد ببقى فترة الانتظار اللي هو المرحلة اللي هي الأسبوعين اللي بعد الزرع عايزة تعرف العلامات اللي ممكن تحس بيها إنه حصل الحمل إزاي الحقيقة العلامات دي تبقى مختلفة من سيدة للتانية والعلامات دي مش أكده من درش نعتمد عليها ممكن تحس إن فيه انتفاق في السادي ألم أسفل الظهر ألم في البطن ممكن تحس بغسيان ممكن يبقى فيه نقطة دم بسيطة علامات من حدوث الحمل لكن الحياة دي كلها بنعتمدش عليها والفايصل والأكيد في الموضوع هو اختبار الحمل لازم يكون اختبار الحمل إيجابي بنعمل اختبار الحمل زي أقول الحاج بعد أسبوعين بيدينا رقم كويس لو اختبار الحمل طلع إيجابي المفروض بننتظر أسبوعين كمان بعد اختبار الحمل عشان نعمل سنار أول سنار ده مهم جدا السنار بيقول لنا ويأكد لنا حدوث الحمل اختبار الحمل دايما بيقول لنا ان الستة حمل أو لا لكن سلامت الحمل وان احنا نطامن عليه ده بيبان بالأشعة تلفزيونية او بالسنار اللي بنعمله بعد أسبوعين او ثلاث أسابيع من الاختبار السنار مهم جدا في أول متابعة ده أول سنار حمل اللي بنسميه او أول سنار بنعمله عشان الأول زي ما قلت حك نأكد ان فيه حمل والحمل سليم والحمل داخل الرحم مش بره الرحم وعدد الأجنة اللي سبتت كام لو جنين واحد خلاص من الطب ان هو جنين واحد او اكتر من جنين بنشوفهم توقم ولا اكتر من اتنين لو الحمل المتعدد في تلاتة او اربعة المفروض ان احنا بنعمل عملية اختزال للأجنة عشان الحمل المتعدد بيشكل خطورة كبيرة عليها وعلى حياتها وبيزيد معها فرصة الاجهاض والولادة المبكرة فده مهم جدا اول صنار نتشوف الحمل داخل الرحم واللقة ونتأكد ان ما فيش فيه مشاكل ونتأكد من النبض وجود النبض وسلامة الحمل وبعد كان امور تمشي كويس الى شكل كبير جدا بتستمر على نفس الادوية بتاعتها بتبع عبارة عن شوية فيتامينات ومكملات غذائية ومسبتات بسيطة ممكن اراص او حاجات من هذا القبيل يعني بتستمر عليها لمدة اول ثلاث شهور في الحمل اول ثلاث شهور في الحمل مهمين جدا من السبعة يوم المشاكل اللي ممكن تحصل زي الاجهاض والتوقف النبض وحدوث مشاكل زي يعني النزيف والحاجات اللي ممكن تحصل في اول ثلاث شهور تهدد الحمل لان يستمر لكن في الغالب هي الامور تمشي كويس وبننصح سيطنة تحرك حركة عادية وتمارس حياتها طبيعية مش لمعنى ان حصل حمل بعد الحال مجال نحن نفضل في السرير 24 ساعة ونتحركش ونعمل كل حاجة بحساب لا الحقيقة الحركة العادية مطلوبة نسمع بس كلام الطبيب المتابع من ادوية الفيتامينات والمكملات الغذائية والمثبتات البسيطة الحركة وشرب السوائل والاهتمام بالتغذية مهم جدا الخضروات والفاكهة والمشروبات العادية خالص والحركة العادية وذهب للشغل زي ما قلنا مفيش اي مشكلة عندنا خالص حد ما بيعده وقت اول ثلاث شهρ على الخير بعد كان الحال بيمشي بعد كده بعد ثلاث شهور الامور بتمشي بشكل طبيعي جدا مجرد فيتامينات زي هزا اي حد حامل خالص المتابعة تؤمرة كل شهر في اول من شهر الاول لحد شهر السابع بعد كده من شهر السابع لحد شهر التاسع بتؤمرة كل اسبوعين وعلا ما منخش في التاسع بتبقى المتابعة كل اسبوع زي هذا اي واحد حامل عادية خالص مفيش اي مشكلة طالما الحمل ماشي كويس ومفيش مشاكل او فيه خطور يعني المراحل الحمل هي ههم هل في فرق بين مراحل الحمل بين حمل المجالي والحمل الطبيعي خالص مفيش اي فرق خالص خالص غير ان هو اول تلات شهور بنحتاج ناخد شوية مسبتات بسيطة لكن هو الحمل واحد فيش اي فرق خالص بينه وبين الحمل الطبيعي لكن بنبقى حمل مركزين معاشوائية بنهتم بينا وفي كل حمل نتابع حملي كويس وفيه سنارات مهمة بنعملها زي سنار سلاسي الابعاد بنعمله في منتصف الشهر الثالث او منتصف الشهر الخامس السنار اللي بنعمله في نصف الثالث او اخر الشهر الثالث عشان نستبعد الامراض الوراثية زي الداون سندروم وزي الحاجات الوراثية عشان نشخص الحمل وسلامة الحمل ومكانه ومكان المشيمة ونشوف عنق الرحم واتساع عنق الرحم وطول عنق الرحم حاجات مهمة جدا نتطمن عليها والسنار التاني بنعمله في نص الشهر الخامس سنار سلاسي الأبعاد أو ربعي الأبعاد دي صور حقيقي دي صور حقيقي لسنار ربعي الأبعاد نتنظر نشوف فيها قش البيبي والعضاء بتاعت البيبي نستبعد وجود شفة أرنبية المشاكل في المخ المشاكل في القلب المشاكل في الكيلة كل التفاصيل بين الصوابع وعددهم كل حاجة موجودة بي نقدر نستبعدها ده بيحصل في نص الشهر الخامس بعد كده الأمور تمشي ما فيش فيها أي مشكلة خالص بتابعة حملة عادية جدا مجرد نحن بنتابع النمو بنتابع النمو البيبي وزن البيبي والسال الأمنيوسي أو الميا الحالي البيبي دي صورة البيبي ده بالفور دي هو بتحرك لحاجة جميلة أو مع الخير جميلة الأمر بس فالموضوع بيبقى يعني ما فيش اختلاف كبير ما بينه وبين الحملة الطبيعية خالص الحقيقة دايماً أول ثلاث شهور في الحملة هم أكثر ثلاث شهور إقلاقاً من نسبة الست ست بتبقى الآن صح؟ طبعاً فيه تعليمات معينة؟ الحقيقة والتعليمات إن إحنا زي ما قلت حاجة للسويل والحركة العادية من غير الإفراط في الحركة الزيادة أو إن إحنا نعمل نوجود زيادة لكن نستماري على الأدوية زي ما هي المثبتات في الغالب بتمشي معنا أول ثلاث شهور في الحملة والأمور تمشي كويس ما فيش حاجة تقلقنا خالص في أول ثلاث شهور غير نزول دم كسيف عليها أو ألام حد أسفل البطن إيدي الحاجة اللي ممكن تقلقنا يعني؟ أو كيء مستمر حاجات العادية زي الكيء مع الحملة والكيء المستعصي ونزول الدم الكسيف الحقيقة ممكن ينزل دم برضو مع الحملة وده بيحصل كتير جداً لو عمين حقن مجهاري ممكن ينزل دم وصلاً في شهر الثاني أو شهر الثالث دي بتبقى حاجات بسيطة وفي الغالب بتبقى الأمور تمشي بعد كده كويس بنعمل سونار نطمن لو دينا كويسة بنقف أدوية الثيولة وتاخد أدوية الثيولة ونكامل على المثبتات شوية الأمور بتستقر وبعد كده الأمور تمشي كويس خالص فيش أي مشكلة فيه اعتقاد شائع جداً إنه حقن مجهاري حصل بعد دي حمل إذن الولادة هتوبقى قيسرية ده اعتقاد أي بالضبط طبعاً برضو مفيش أي فرق خالص مش معنى إن هي حملت برحانة المجالية هي لازم تولي كيسرية خالص هو دواعي الكيسرية ليها زي أي واحدة سيادة تانية لو هي عاملة عمليات قبل كده زي كيسرية فإحنا هنشوف ممكن تعمل كيسرية لا لعندها مشاكل في عضم الحود فخلاص هتقوله كيسرية لو سن متقدم دي يعني في عضم الحود خلاص فخلاص لو في سأولي كيسرية لكن مش معنى إن هي حملت برحانة المجالية هي لازم تولي كيسرية حية لكن في الغالب والسيدات دول ألقانين وبيبقى في تقدم شوية في العمر ممكن يبقى فيه ضغط حمل سكر حملهم ألقانين شوية فيعني لو الأمور مشي كويس والأمور مشي في سنكة الطبيعية كويس في الغالب بتولي الطبيعية كويس فيش أي مشكلة خالص إلا إذا كان فيه حاجة تستدي نحن نعمل كيسرية فبنعمل كيسرية يعني لكن مش لازم كل اللي عمله حق المجالي ولده عن طريق كيسرية السؤال الجاية ده مهم أقول لإنه معتقد مهم لقاوه في النغل الناس يعني كل الحلقة نارضة معتقدات يقول لك اللي ناس كتير بتقلق يقول لك الحق المجالي هي الطفل ماشي هيطلع ضعيف مختلف عن أقرانه فيه كونجينة إنه بفيه عيوب خلقية للنحن المجالي خصوصا بقى لو عملنا كمان إيه عينة من الطفل خد نفح صوراسي أو خد تحديد جنس مولود تمام الحقيقة برضو ما فيهش فقر خالص ما بين الطفل اللي مولود بالحق المجالي والطفل المولود طبيعي نسبة تشوهات في الأطفال العاديين ومن 3-5% لكن كل الدراسات كل الأبحاث على مدار الأربعين سنة اللي فاتوا أثبتت إن كل أطفال المولودين عن طريق الحق المجالي زيهم زي الأطفال المولودين بالحامل الطبيعي في النمو بعد كده وفي الزكاء وفي التعليم وفي كل حاجة ما فيهش أي فرق خالص بين الطفل المولود عن طريق الحق المجالي أو الطفل المولود طبيعي خالص لكن زي الأطفال الحاجة لازم بنهتم بالبيبي وبنعمل سنوارات نستبعد وجود العيوب الخلقية والأمراض الوراسية في أول 3 شهور في الحمل وفي نص الخامس وفي الغالب الأمورته بقى يعني متساوية تماما يعني ما فيهش أي فرق كبير ما بين الحمل الطبيعي بالزبط ترجع ده طفل الأول ما يكون يكون طفل الأول عايزة تحمل تاني بعد قد إيه الحمل بعد الولادة بشكل عام زي أي واحد أولدت سواء طبيعي أو كيساري فبناخد فترة سنة أو سنتين اللي هو الرضاعة وجسمها يرجع طبيعي تاني ولو فيه عاملة كيسارية ترجع الأمر طبيعي تحمل تاني بعد سنة أو سنتين ما فيهش مشكلة خالص إلا إذا لقدر الله حصل أي مشكلة يعني بيبيت توفى حصل أي مشكلة ممكن تقدر تحمل بعد ست شهور من الولادة حتى لو كان الكيسارية دلوقتي نفيش أي مشكلة خالص وبرضه مش معنى أنها حملت بالحقن المجاري أنها لازم كل مرة تلود بالحقن المجاري عندنا ناس كتير جدا بتعمل عمليات حقن المجاري عشان أسباب غير معروفة أو سبب مؤقت أو سبب عند الزوج وبيحمله طبيعي يعني كتير جدا جدا من اللي احنا متابعينه وناس كتير بشوفها كل يوم في عادتي يعني بعمل لها حقن المجاري قبل كده لسبب قوي جدا وتلاقيها جاي حالة طبيعية زوجها كان عنده مثلا في وقت ملاقات ضعف ضعف والأمور تحسنت وبيحمله طبيعي عادي جدا خالص يحصل بعد كده حاملة طبيعية نفيش أي مشكلة خالص يعني معنى كده سؤالي بقى سؤالي ده مهم القيصرية عملت مرة أنا أيام ما كنت أنا طالب في قول الطب كنا نقول إيه هل ده كلام سليم ولا لا ده جزء الأول في السؤال اللي هو عملت قيصرية هتعمل طول عمرها قيصريات ولا ممكن تعمل أولادة تولد أولادة طبيعية بعد كده سؤالي التاني عملت حقن المجاري يبقى كل حاملة هيكون بين طريق الحامل المجاري ولا لا سؤالينهم طيب أول سؤال لأن عملت قيصرية لازم كل مرة قيصرية ولا لا دولت فيها اسمها الفي باك أنه احنا بنولد طبيعي بعد قيصرية بسبب قيصرية للسبب غير دائم يعني ما أبقاش قيصرية عشان الحوض دايق فأنا هديها محاولة لمرة الجاي لا لا لو عمل قيصرية عشان البيبي جاي بالمقعدة مثلا أو كان فيه فيتال دسترس أو مشكلة في البيبي فطريقنا نعمل قيصرية طريقة فممكن تولد طبيعي تاني بس ده برضو ليه شروط وليه يعني ظروف وضوابط معين أو أنا بعارف القيصرية اللي فاتكت سببها إيه وتعاملت إزاي وتعاملت فين ولها هولد هولد في مكان مجهز وفي بلوب بانكينج في بنك دم في حضانة في تخدير موجود 24 ساعة عشان لو حصل أي قلق والطريقة نعمل قيصرية طوار إنه بجهزين ونقدر نفتح قيصرية لكن يعني لو قلد قيصرية ممكن نولد طبيعي بعد أول قيصرية وكمان بعد قيصرتين لو الأمور يعني مناسبة لكن دي لها دوابط كبيرة جدا ما عادش كل مرة كيصرية ب Luigi's يا جزء الأول حقن مجه الي مرة حقن مجه الي كل مرة لو كان السبب قوي يعني لو كان السبب انتسداد في القنابيب فخلاص في كل مرة هنعمل لو كان السبب انعدام في الحياة المنوية فكل مرة هنعمل حقن مجه الي لكن لو كان في سبب برضو غير معلوم في السبب فمش لازم كل مرة حقن مجه الي وفي ناس بتحمل الطبيعي جدا زي ما تحاج بعد الحقن المجالي مش لازم كل مرة حقن المجالي الحقن المجالي لا يتعارض مع الحمل الطبيعي ولا يعملوش اي تأثير خالص ان الست تحمر بكات الطبيعي ولا لانه احنا مش بنعمل حاجة احنا بننشط ناخد بيضات برا الجسم نعمل اجنة رجعها تاني من غير تعارض مع اي حاجة خالص في الجسم ولا بيأسر اي شيء خالص في معتقدات بقى متعلقة ما بين الحقن المجالي والحمل لو كان الاب والام عندهم ثقافة جودة الجنين تعني بالضرورة طفلة هيطلع كامل النمو 100% ولا الموضوع مراش علاقات مدى جودة الجنين يعني اللاجنة تحت الميكريسكوب اه دي حاجة طبعا بنشوف جودة اللاجنة هي كويسة لكن ما نقدرش نعرف البيبي هيبقى عامل ازاي يعني دي بنشوف يعني مش هنقدر نعرف هو النمو عامل ازاي تطوره عامل ازاي الجهاز العصر بيبتاعه عامل ازاي المخ عامل ازاي دي حاجة بتدينينا فكرة عن جودة الأجنة حاجة والجنين بعد كده حاجة تانية خالصة يعني العلاقات المرضية ليست وثيقة بينها وبين جودة الجنين أقصد بكده مثلاً اللي عندهم ضعف في غزون وبيلت أو عندهم تكالس مباين المضوع ملوش علاقة بالحمل بعد كده لا لا خالص ملوش أي علاقة خالص بالحمل بعد كده لكن اللي عندهم ضعف في المغزون يعني يا ما شوفنا ناس عندهم ضعف في المغزون وبيحملوا طبيعية مش معنى أنها عندها ضعف في المغزون هي مش هتحمل طبيعي وده ما بطم الناس كده بيجي لناس لسه من جوازين جديد ويعملوا تحليل او المخزون ضعيف فتقولك انه عايز اعمل حقن مجهاري ده مش معناه ان انت لازم تعمل حقن مجهاري والمخزون ده عشان لما نعمل حقن مجهاري لاي سبب من الاسباب بنحطه في الاعتبار عشان نكسف الادوية وعشان نبع عارفين المتوقعين هيطلع بوضات اولاية لكن مش معناه كل عندهم مخزون ضعيف انهم لازم عملو حقن مجهاري او ده معناه انه خلاص تست يعني تجري على حقن مجهاري ممكن يديهم فرصة شوية ولو ما حصلش نصيب بنعمل حقن مجهاري وطفلهم بيطلع طبيعي ما فيش اي مشكلة خالص عشان بس الراب وتكاسل مبايد نفس الكلام وتكاسل مبايد نفس الكلام طفلهم بيطلع طبيعي طبعا ما فيش اي مشكلة خالص مالوش اي علاقة خالص لكن هو برضو تكاسل مبايد دائما صحوب بضعف وقلة جودة البيضات كلما زادت تكاسل مبايد كلما يعني ما يصحبوا مشكلة في جودة البيضات ودول بيبعرض أكتر الإجهاض أكتر وأنه يحصل معهم إجهاض فدول بيأخذوا حاجات الأول تحسن جودة البيضات وبنزبط نظام الغذائي بتاعهم حيث نعمل بايدة سليمة يكون جنين سليم ما يحصلش إجاد ما يحصلش بس لو حصل حاملة أوكي تماما نعم ما فيش أي فرق خالص ما فيش أي فرق خالص خالص طبعا برضو فيه معتقد في دماغ الناس الست اللي هتخضع لفحص وراسي للأجنة جنينها له بروتوكول عناية في الحمل وفحص ومتابعة أعلى شوية كلامنا صحيحة أو لكي صحيحة اللي بيخضعوا الفحص وراسي أثناء الحال المجاري هما نوعين من الناس نوع عشان نحدد الجنين سواء الزاكرة أو أنسة ونوع تاني عشان عندهم أوراد وراسية فبنستبعد الأوراد الورصية بالعكس اللي بيعملوا فحص وراسي دول بيتوقع أن الجنين بقى كويس خلاص إحنا فحصنا وعملنا نقينا الجنين السليم اللي مفيش فيه الأمراض الورصية فده متوقع بالحمل بتاعهم أحسن شوية من الناس اللي مفحصناش أصلا لكن برضو هو حمل مهم ولازم هنتابعه برضو مهم جدا نتابع إزاي ونعمل الصنارات المهمة إزاي اللي قلنا عليها اللي في نص التالث ونص الخامس لكن المفروض أنه يبقى جنين كويس نحن عملنا رفحص وراسي مفيش حاجة إضافية هتتأمل خالص هو بس الاهتمام بالحالة والناس تتابع كويس تسمع التعليمات والموضوع بيبسيط جدا جدا هو أول ثلاث شهور دول شوية فيتامينز ومثبتات ببسيطة خالص بعد كده بيبقى الحمل فيتامينز بس زي كل الحامل اللي عاديين خالص فيش أي فرق نهائي سؤال يهمين احنا في مستوى البطن هل هناك علاقة بين زائدة يعني علاقة بلاس ما بين تسمم الحمل وحمل من حقل المجاري ولا هي نفس النسبة الحقيقة الحمل بالحقل المجاري بيزود نسب تسمم الحمل يعني كتير قوي لأنه أولا بيبقى فيه فاكتورز كتير قوي مشتركة عامل مشتركة زي تقدم سن الزوجة زي إن هي أو الحمل بكرية فده بيزود فرص حدوث تسمم الحمل فهيهم العين والحل المجاري نفسه يعني العين الحل المجاري نفسه وعرضة أكتر لتسمم الحمل عشان كده يعنيين دول بالمشيوم دايما على الأدوية السيولة لازم تاخد أسبوسيدة بيحميها كتير من تسمم الحمل لكن الحقيقة برضو مع المتابعة الكويسة دول بيتابعوا كويس قوي فالحقيقة دي بنقدر نشخاصهم بادينا بنقدرش يعني مفيش مشكلة بتحصل كبير قوي لأن هم دايما بيتابعوا دايما المشكلة بتسمم الحمل أنه بيكتشف من ستاتر ما بتابعش ضغط العامل ضغط أفاجة تجيلك عيانة للمستشفى بتشنجات ما بتابعش أصلا خالص يعني لكن احنا بنتابع كويس في الحالة المجارية بنقدر نكتشف الحاجات دي بادري قوي بنقدر ناخد أكشن بادري بيحصلش مشكلة الحقيقة أنا باباش عايزة الحوار معاك دايما بابا متشوق لمعلومات قيمة من قيمة علمية كبيرة بجد مش مجاملة وبابا عارف أن أنا هاكم معلومات لها قيمة كبيرة جدا نورتنا دكتور علي شكرا انت كان يتشرف كبير لنا وجود قيمة علمية كبيرة لسه الدكتور علي الخيال استشاري أول أمراض النساء والتوليد والحق المجاري لمدارسة أمراض النساء والتوليد دكتور أمراض النساء والتوليد عضو جمعية المصرية للخصوب وتأخر الإنجاب في حوار ثري للغاية يعني أنا دايما مع دكتور علي هتسمعوا أسئلة ليها واقع علمي مهم فهيهم شباب الأطباء أن هم يتبعوها مش بس في تقاصص تأخر الإنجاب في التقاصصات الأخرى ليه علاقة يعني أنا كان يهمني النهاردة عرف مثلا وآنا الأوان أن نغير اسمه من تسامم الحامل لأنه الاسم ده تقيل الحقيقة يعني اسمه مش دقيق أه 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 أشوف احنا أقولنا في نفس الكلمة لأنه مش تسامم هو تفع في ضغط الدم مع مضاعفات ضغط الدم فمش تسامم يعني مواقع دكتور علي شكرا ترعي خليكوا دايما مع دكتور أهلا بكم في الفيلم الملهم جدا X-Large فيه جملة في الحوار أنا بيعتبرها جملة علمية في ممتهى الأهمية لما كان أحمد حلمي العبقري الجميل بيتكلم العبقري الآخر إبراهيم ناصر اللي هو خالف الفيلم الله يرحمه فبيقول له ما معنى أنت عايزني أععد عندك يا خالي والساعة اثنين بالليل في بيت الساعة اثنين بالليل بيحمروا فيه كبدة وبيعملوا فيه سجوء وعايزني أطلع إيه عايزني أطلع تامر خجرس ده تعبير مهم جدا تعبير لأنه بداية الجملة أنه كان بيتستغرب أبوه أمه رفيعين هو طلق تخيل لي مين فطلق تخيل لي خاله لأنه راح ععد عنده فترات معينة وهنا بدأ الإدمان وهنا بدأت الجرعة الأولى في مخدر مخيف جدا اسمه الأكل الأكل جزء مهم من المخدرات هفهم الكلام ده النهاردة بالتفصيل مع ضيفي العزيز القمة العلمية المتميزة والاسم اللامع في عالم جراحات السمنة الأستاذ دكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير الأستاذ بكلية طب جامعة عين شمس والمدير الواحد لجراحات السمنة المستاذ شوادي النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا عضو كلية الجراحين الأمريكية والحصلة على تصنيف جودة دولة فكرة حاسم أهلا بيك أهلا بسهلا بحضراتك أول مرة أعترف التجربة دي أه حقيقة دي تجربة عن قصد عملتها عن قصد أه الحقيقة دي مشهورة أه يعني أن أنا حبيت أعرف فعلا هل الفاص تفوت بس أنا كنت أعرف أن أنا هاطر أتغلب عليه يعني عد 3-4-5 تيام كل يوم أكل سنة وجه هو طبعا ده شغل طبعا لما الوزن بيتحكم في الجسم مناعة الانسلين بتزيد وبالتالي الناهم بيزيد أكتر نمرة 2 هو فعلا فيه سر في الفاست فود فيه حاجة فيه حاجة لا أن أنت تاني يوم في نفس التوقيت قبلها من نصف ساعة تبدأ يعني دماغك تقول أنا عايز أروح أجيب بالساندويتش أيه فعلا نحية ده حصلت معي بعد يومين 3 أنا قلت أجربه 3 يام زود 3 يام تانين بسبب أن أنا مش قادرة لا أنا عايز أنا عايز بتيجي موجة كده من الحاجات دي ويمكن أحنا ما نعرفش يعني الحاجات دي ربما يكون فيه خبر يعني الناس في التغذية أكيد فيها حاجات دي يدريسه الحاجات دي لأن طبعا الموضوع ده فعلا متكرر مع بعض المركات العالمية اللي هي اللي هي المعروفة يعني ودي بتاعي حصل معنا كلنا أنت بتبقى عايز فعلا تكرر نفس القصة ولو فلت منك بقى الموضوع ودخلت في سمنة مفرطة الجسم فعلا مش شارك عتاني لأن الكيميا بتاعت بتغير الجات مايكروبيوتا نفسها بيموت منها جزء كبير جدا من الميكروبيوتا اللي هي البكتيريا النفع في الأمعاء المتحكمة في كمية الامتصاص المتحكمة في هرموناتنا المتحكمة في الحياة بتاعنا لما تموت منها جزء كبير جدا التجارب العالمية الرهيبة اللي تعملت عليها وجدوا أن بعض الأكلات اللي هي الفاس فود دي كلها بتموت بعض الخلايا بعض البكتيريا منها بدون رجعة وبالتالي متوليزم الجسم بتغير برضو بدون رجعة وبالتالي بتلاقي نفسك عندك صعوبة فإن أنت تنزل وزنك بعد الزيادة ويمكن دي لأينا طبعا دي معروفة جدا أن أنت لما يبقى وزنك قليل لو عايز ننزل وزنك زيت 10 كيلو فتعرف تنزلهم لما يزيد 20 هتبقى أصعب لو زيت 30 هتبقى أصعب وأصعب ولازم هتعمل عملية لإنقاص الوزن لأن جسمك خلاص ما بقاش بتاعك الجسم خلاص المتابوليزم بتاعته تغير الهرمونات بتاعته تغير فأنصح طبعا تماما البعد عن كل الحاجات للأكل الضار الاتجاه للأكل بتاع البيت حتى لو في يعني أكل البيت يعني العرف السائد أن أكل البيت اللي بتعامل في البيت مهما يكون غير صحي فهو أقل ضررا من الأكل اللي برا ومهما يكون فيه النسبة يعني أقول بالسمنة البلدي مش عارف إيه أقل ضررا من الفاست فود بكتير بكتير طبعا بكتير حتى لو أنت كلت كمية أكبر يعني مثلا أنت عامل في البيت مكارونا بالبشاميل ومش عارف إيه وكلت ور حتة بطة عاملة إزاي ماشي ده كله هو كمية كبيرة ومش صح بس أهوى منك تاكل سندقيتش من الفاست فود آه مجموعة من السموم الحقيقة يعني لا أنا نفسي أعرف كان إيه اللي حصل لأيامين يعني العلم أكيد همش هيستيب الموضوع ده لأنه أكيد بالدرس يعني الفرع الوحيد في الجراحات اللي فيه كلمة جراحات مؤتمدة وجراحات غير مؤتمدة الكلام ده أنا ما بسألوه يعني كلمة جراحات مؤتمدة ده حكرة عليكم أنتم بس على الجراحات السملة لا في العيون بس أل السؤال ده ولا في القلب ولا في اليوروليجي ولا في البروستاط ولا في الاموتنز ولا في أي حاجة خالص غير أنت وزراعة الشعر خلينا نتكلم بقى كلام من القلب يعني عشان الموضوع جراءات سمنة طبعا الحقيقة فيها علم كتير والحقيقة هو علم يمكن فيه بطريقة غير عادية ضلالات وطبعا فيه برضو يعني فيه حاجات طبعا اتعاملت واثباتة فشل رهيب والمفروض نحن ننوي عنها خلينا نقول كلام بسيط لكل الناس تسهيلا لسادة المشاهدين يمكن الناس اللي عملت والناس اللي هتعمل يعني الناس اللي هي هتعمل المفروض تبعد عن بعض العمليات اللي هي خلاص يعني بطلت يعني زي تدبيس المعدة وعملية الفراشة وحزام المعدة يفضل برضو نحن نبعد عنها تدبيس المعدة محدش يعملها خالص احنا في مرحلة دلوقتي اعادة اصلاح يعني للناس اللي هم عملت تدبيس معدة اللي عادين يرجعوا طول الوقت ومش عادرين يأكلوا حاجات صلبة وحاسين ان ده جوز من العملية لا ده طبعا مش صح ده عملية انسيدادية تماما تدبيس المعدة يجب اصلاحها يعني دي من العملات ومحدش يعملها بقى يعني الناس اللي هتعمل العملية مش حاجة اسمها تدبيس المعدة خلاص ونازم تفهم فيه فرق كبير جدا فرق مهول ما بين تدبيس المعدة وتكميم المعدة دي حاجة ودي حاجة تارية خالص طبعا عملية تدبيس الناس ممكن تنتبك عليهم الكلمة صح يعني احنا لازم نخاطب بأسلوب سهل جدا ان التدبيس هي عملية قديمة كانت تجرى بالفتح الجراحي بطلت خلاص محدش يعملها لها مشاكلها التي يجب اصلاحها في الوقت الحالي يعني دي كلمة كده على تدبيس المعدة عملية تدبيس المعدة الطوارد دلوقتي بتعمل بالمنزار عملية اسمها الفراشة محدش يعمل برضو عملية الفراشة محدش يعمل عملية الفراشة لان دي برضو هي تدبيس معدة واصلاحها من الحاجات الصعبة جدا جدا ان انت عشان تنازل جزء المعدة الصغير ده من الهياتس او من الحجاب الحاجز في منتهى الصعوبة وبرضو محتاجة يعني مجهود جامد جدا جراحية حزام المعدة بطل لانه جسم غريب وغير فعال والحياة ما بقاش ليه مكان في العلم الحديث يعني فمحدش برضو يروح يعمل حزام المعدة فدي من العملات اللي هي بطلت بقى محدش يعملها حزام المعدة اللي بقتي احنا منشيله وبنرميه حزام المعدة يتشال ويتعمل بعده او اثناء العملية تكميم معده حزام المعدة يتشال ويمكن عمل تحويل مصار معده مصغر او تحويل مصار معده كلاسيكي ده جزء كده محدش يعمل الحاجات دي العمليات التانية اللي هي المصرح بيها اللي هي المتوافق عليها دوليا تكميم المعدة تعمل بحرفية تشيل قبة المعدة ما تسيبش دقيق في المعدة والالتواء قيم بس الارتجاع ما قبل العملية التكميم عشان يعني برضو لو عندك فتح يجب حاجز لو عندك الارتجاع الشديد يبقى تعمل عملية تحويل ما تعملش تكميم معده وحقيقي ان عملية التكميم من اشهر العملات اللي هي في العالم بتتعمل بس محتاجة الشيطة محافظة كده من السكريات والشوكولاتات والأسكريم والمعجنات محتاجة لها يفستع المحترم بحيث ان احنا نحافظ عليها الوزن ما يرجعش تاني حصل زيادة في الوزن بعد التكميم اعمل بقى حاجة تانية عادي جدا 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 ان انت ممكن تعمل تحويل مصار بعدها ممكن تعمل تحويل مصار كلاسيكي مصغر تقوم تقص المعدة تاني في المستقبل مش هحصل حاجة لكن وطبعا فيها يعني دلوقتي احنا بينا يعني الجراحين بقى تتفنن دلوقتي في ان احنا نعمل عملية تكميم من فتحة واحدة من ثلاث فتحات من البكيني لعين وبنحط عليها احيانا حلقة حوالين المعدة من امايزر كده يمنى اعتمدد المعدة وممكن الناس بتقول عليها تكميم المعدة المعدل يعني اسماء كده بتبقى اجتهادية هي مش هسمع المعدة ولا حاجة هي يعني ده تعديل اجتهادي مننا ان احنا ندي اسماء مش طبية يعني للعملية التكميم تسهيلا للشرح وتسهيلا على الناس ان احنا يفهموها يعني بصورة بسيطة هي مش معدلة بحاجة مش معدلة ولا حاجة اه مفاش اي تعديلات هي تكميم عادي بس يعني ندل نول مؤمنة اكتر شوية ويمكن زيلة الامان برضو في تكميم المعدة ان احنا اخذ طبقة الدون خياطة دي وانت الفيكسيشن طبقة الدون خياطة على المعدة تقليلا يعني زيادة في الامان للسوشال لاينات يعني طبعا الدباسات احيانا بيحصل منها مشاكل يعني يعني ما تكونش محكمة يكون بيحصل منها مستفاير احيانا انت بقى احنا بنمشي روتين عندنا انا يعني بعمل الطريقة دي ممكن من حوالي اربع خمس سنين بسبب طبقة الدهون بفول سيكنس ستيتشز بياخدها بخياطها كأن هي كأن ما فيش ده بيبيس اصلا وبالتالي بتدي كفاءة للمعدة ان هي بتتم الغلق عليها مرة تانية وزيادة في الامان تمنع التسريب وتمنع النزيف وتمنع المشاكل وتمنع الالتواء لانها فيبقى فرد المعدة حواليها عملية تكميمة عملية بسيطة تتعمل في كل الاعمار تعمل في كل الاوزان عملية محتاجة يعني مهارة شوية في اجراها بحيث انها تتماس بيبش مشاكل فيما بعد دي مصرح بيها عملية تحويل مصاري المعدة الكلاسيكي بتتعمل من 1970 او ما قبلها يعني ممكن بسنتين في 68 عملية جميلة بس هي طبعا لها بعض المشاكل على المدى البعيد ان طبعا هي عبارة عن وصلتين فبالتالي الوصلتين دول فيها شوية صعوبة جراحية بسيطة بالنسبة للجراح نمر اتنين الوصلة التانية دي عرضة للانسدادات المعوية في المستقبل بنسبة 1% بيحصل انسدادات معوية في المستقبل عشان كده اللي عامل تحويل مصاري المعدة الكلاسيكي وجاله قلم في المعدة على طول يروح لجراح متخصص بالسمنة عشان ده ربما يكون عنده انسداد معوي في الوصلة مش معنى كده ان احنا ما نعملهاش لان هي احيانا بتكون الملازي الاخير اللي واحد عنده فتح في الحجاب الحاجز او عنده ارتجاع شديد مش عارف يعمل تحويل مصاري المعدة مصغر فتكون تحويل مصاري المعدة الكلاسيكي الملازي الامن وعلى فكرة احنا الناس لن يكون عارفة ان الامريكان بيعملوا العملية دي يمكن تحويل مصاري المعدة المصغر يمكن صراحوا بيها يمكن من سنة رغم اللي لعملها امريكاني اه بس فهي الفكرة انه تحويل مصاري المعدة الكلاسيكي هي عملية اامنة تماما بس محتاجة حارفية شديدة في ان انت تعملها تكون يعني عارف انت بتعمل ايه فانصح بيها لكل الناس اللي عندهم ارتجاع انصح بيها للناس اللي عندهم فتح في الحجاب الحاجز انصح بيها للناس اللي عملوا عمليات سابقة ما لهمش حل تاني غير تحويل مصاري المعدة الكلاسيكي ها يعمل ايه وعنده فاتح في الحجاب الحاجز وعنده دقي في المعدة من تحت عنده بارة اسوفيجس ها يعمل ايه بعد عملية التكميم الفاشلة السابقة لو تعملت بطريقة غير منتظمة أو بإجراحية مش مظبوطة يبقى ما لهش حل تاني إلا هو تحويل مصار المعدة الكلاسيكي يعني دي بعض النقط اللي هي على تحويل مصار المعدة الكلاسيكي لازم المعدة بتاعتها تكون صغيرة معمولة باحترفية وتقفل فتحات بقى اللي هي تكون مستقبلا مكان للإنسدادات المعوية بعد تحويل مصار المعدة الكلاسيكي عملية مصرحة بقى تانية تحويل مصار المعدة المصغر عملية جميلة بسيطة بس لا يمكن إجراءها في الناس اللي عندهم حمودة جمدة أو ارتجاع شديد في المريء لدرجة البارد أو عندهم فاتق في الحجاب الحاجز كبير دول حلهم تحويل مصار المعدة الكلاسيكي مش تحويل المصار المعدة المصغرة هي ليست مصغرة هي عملية ذات وصلة واحدة زي ما قلنا تحويل مصار المعدة الكلاسيكي وصلتين فتحويل مصار المعدة المصغر هي وصلة واحدة عشان كده بقت مصغرة لكن هي مش مضعفة مش ضعيفة يعني عشان بعض الناس بتقول أنا مش عايز أعمل تحويل مصار المعدة صغير المصغر هي ليست مصغرة اللفظ ده اتلاق خلاص يعني الناس طبعاً دلوقتي بتحب أنها توصيفها وان انا سموه ديس جاسريك بواي باس بعد ما كان اسمها مني جاسريك بواي باس اه ابتدت تبقى تحويل مصار المعدة ذات الوصلة الواحدة مش تحويل مصار المعدة الكلاسيكي عملية بسيطة وقتها قصير يعني وقت بينجي بسيط وعملية قوية جداً في انقاص الوزن عملية مصرح بيها جداً يعني نيجي بقى على نقطة الشائكة اللي هي في بعض العمليات الانفستيجاشنو اللي هي العمليات اندر ريسيرش اندر ريسيرش اللي هي العمليات التي اللي هي لست مخريتش أبروفل دولي اعملها ما فيش مشاكل خالص بس تكون عارف ان انت اي شروطها وتعملها ضيفي العزيز الأستاذ دكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة المفرطة والمناظر بكلية الطب جامعة عن شمس المدير لوحدة جراحات السمنة بمستشف ودي النيل زميل كلية الجراحين الملكية بانجلترا وعضو كلية الجراحين الأمريكية كان ضيفي كعادته المبدعة في الدكتور نورت الدكتور خليكوا دايماً مع الدكتور أنا محمد محمد عبد السلام مركزة محمد شرقية قرية الأسرية والحمد لله رب العالمين بقى لي 8 شهور عام العملية نزلت 53 كيلو فرج كبير وعمل معي فرج كبير في الحياة الطبيعية في المشي في النوم في الحياة كلها في طبيعة شغلي فالحمد لله رب العالمين أن أنا وصلت للوزن ولسه مكملين إن شاء الله لما نكمل السنة بعون الله هيكون فيه نزول أكتر من كده أنا عملت عملية تحويل مسار ووزني الأول كان 158 كيلو ودلوقتي 8 شهور أصبح وزني 105 ووزني للمشاهدة ووزني للمشاهدة وضع المشاهدة للمشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم في واحدة من اهم حلقتنا على المناظير هذه الطفرة الجراحية الهائلة التي نقلت عالم الجراحة نقلة مبدعة نقلة مليئة بالامان بعناصر الامان بعناصر الربد ريكوفري او البعد عن كثير من المضاعفات التي كانت معتدة في وقت مال الجراحات ما احترمنا طبعا الجراحات التقليدية التي ما زالت موجودة وبقوة ولكن المناظير لها بريق خاص جدا وخصوصا في التعامل مع نوعية معينة من الاجهزة مثل الجهاز البولي هي في كل الاجهزة لكن الجهاز البولي له خاصية عند المصريين اولا الثقافة الخاصة بالتعامل مع الجهاز البولي انا شايف انها محتاجة كثير من التطور امراض الجهاز البولي منتشرة جدا في ربوع مصر لكن هل تعلمون شيء عن الجهاز البولي؟ هل تعلمون اساسا تشريح الجهاز البولي؟ اعتقد انه في ناس كثير فقدة او مش مذكرة لها تدير بسرعة شديدة جدا لازم نفهم الجهاز البولي مكون من كليتين وحالبين الحالب هو ناقل للبول بعد تكوينه من الكلة لينزل في مغزن مهم جدا هو المسانة البولية ثم يمر من المسانة البولية في مصار مشهور جدا هو اليوريثرا ثم ينزل بعد ذلك الى الخارج لازم نفهم انه عندما تتعامل مع نوعية دي من الاجهزة جهاز البولي بدقة حالب هذا المسار الدقيق اعتقد انه او الكلة بالمسارها او بتكونها الدقيق وايضا بتجاوفها وواء الاخير لازم يكون عندك ميزة مهمة جدا هي المناظير المناظير بتعطي سعة في التعامل كبيرة للغاية مع نوعية مثل هذه الاجهزة ونوعية الامراض المتعلقة بها خلونا النهاردة نبحر في عالم المناظير في عالم مناظير البطن عموما واكيد الجهاز البولي سيكون جزء مهم جدا من عالم المناظير ضي فيه ورائد قدير في عالم المسالك البولية وفخر لنا احنا بنستضيفه وبيقبل دعوتنا وبيسعدنا بحوار علمي على ارقى مستوى هتسمعه القمة العلمية الكبيرة والقمة الجراحية المتميزة أستاذنا الأستاذ الدكتور حسد شاكر نقدر نقول في العشرين سنة الأخيرة تم استبداء الكثير جدا من العاملات الجراحية بمناظير البطن المناظير لأنها كيان مرتبط بتكنولوجيا مرتبط بالهندسة التطبية فتطورت تطور كبير جدا المناظير لأنها كيان مرتبط بتكنولوجيا تقدر أن احنا تخلينا نعمل عاملات مماثلة لعاملات الجراحية ومضاعفات أقل كلمة الزكية هي مناظير فيها مرونة فيها تكنولوجيا عالية قدت إلى أن المناظير فعلا بقت أقصر قدرة أسهل على الجراح أسهل على المريض قللت فقدان الدم المسالك ناس ما تعرفش تترجم أعرضها ولذلك المناظير أفادت كدا في اكتشاف كثير من حلول للمشاكل العديدة في المسالك البولية مصر من أكثر بلاد العالم في التقدم في جراحات المسالك البولية الأستاذ الدكتور حسن سيد شاكر أستاذ جراحة المسالك البولية جماعة عين شمس زميل جماعة تورونتو وماك جيل بكندا عضو جماعيات جراحة المسالك البولية الأمريكية والأوروبية عضو جماعيات التحكم البولي الدولي أستاذنا وطبعا يعني الرائد القدير أستاذ دكتور حسن شاكر أستاذ جراحات المسالك البولية بكل طب جماعة عن شمس وزميل جماعة تورينت وماكيل بي كندا وعضو جمعية جراحات المسالك البولية الأمريكية والأوروبية نورتنا فندي مشاركة كبيرة من هذه الزيارة المناصير دخلت بقوة أو بمعنى صح أزاحت الكثير من الجراحات جانبا وحلت محلها وكان ده له تأثير كبير كده الأخصة جابا نظير البط مش لما مخدرين صح؟ فعلا يعني نقدر نقول في العشرين سنة الأخيرة تقريبا تم استبدال كثير جدا من العملات الجراحية بمناظر البط وليأ أسباب كثيرة جدا جدا يعني طبعا كلنا نعرف العملات الجراحية لما منشوف عيان بعد العملية عنده جرح كبير جدا الجرح ده هو يعني بيميزه وبقية حياته فده على طب نعرف انه عملية جراحية طبعا أول حاجة للعيان من الناس بيشوف الفرق ما بين مناظر الجراحات التقليدية ومناظر البط هو الجرح وهو ده اللي باين من برا وده لكثير من الناس ده اللي بيهمهم بيهمهم ان الجرح ده هوت طبعا يبقى بجرح صغير جدا أو يكاد يكون غير مرئي فبالنسبة له هو ده الفرق ما بين الاتنين لكن حقيقة ده الفروق البسيطة ده الجرح اللي هو بتاع العملية بكل عملية الكلا بيبقى الجرح بتاعها الجرحة كبير جدا ومشاكل الجرح الكبير ده هوت انه ممكن بيكون معرض لالتهابات ممكن يكون معرض لفتق جراحي بعد كده طبعا لما نقارن الكلام ده هوت بجروح المناظر يعني الواحد بيشوف الفرق فعلا جروح المناظر جروح مختلفة يعني طبعا يعني أكيد أكيد جرح بسيط جدا جدا بالضبط هو المناظر هي حم نعمل نفس العملية الجراحية بالضبط بس من خلال إخرام صغير جدا جروح صغير جدا التي تتعدد نصف سنتر جرحين أو ثلاثة أو في جراحات المناظر الحديثة بتبقى جروح أصغر كمان ده بنوريك الناس هما بيشتغلوا بيكون من غير فتح جراحي خالص في البطن من خلال إن هي الجروح الصغيرة جدا ده شكل المناظر لكن ما هوش ده الفرق الوحيد لا الفروق تانية كثيرة جدا عدم تعرض الأجهزة الداخلية لجو غرفة العمليات ده بيخلي المريض بعد العمليات بيبتدي يرجعت بسرعة جدا لطبيعة الحياة معها والأجهزة الأخرى من تتأثرش بالمناظر بالجو غرفة العمليات ده زي ما احنا شايفين هوت جروح صغيرة جدا بتاعت المناظر البطن احنا حاطين أسهم هوت لأنها مش باينة حتى بعد مثلا شهر شهرين خلاص ما بيتش باينة باشك المفرد السورة تطلب من غير أسهم ايه صحيح ما بيتش هدبان خالص حكرا فلكن الفروق ما بتوقفش عنه هنا مناظر البطن ممكن احنا نستطيع تكبير بيها الأعضاء خمس ستة مرات العيان بسرعة بعد كده بعد ما بينزل في نفس اليوم بيقدر ياكل بيقدر يتحرك بيرجع لشغله في خلال أيام بسيطة جدا بالمقارنة بالجراحة التقليدية بياخد وقت كبير جدا عشان يقدر يرجع لحياة الطبيعية بالإضافة أن التكبير اللي بيحصل مع جراحة المناظر ده بيخلي فقدان الدم أقل كتير جدا من الجراحة التقليدية بيخلي كمان الأعضاء أنها ترجع لطبيعتها وعملها الطبيعي أسرع كتير جدا كمان بيخلينا أضغط كتير جدا من الجراحات التقليدية عشان كده المضاعفات بتبقى أقل كثير المناظر لأنها يعني كيان مرتبط بتكنولوجيا مرتبط بالهندسة الطبية فتطورت تطور كبير جدا واكتسبت اسم متنوع ما بين الزكية وما بين فائقة التصوير بس كلمة زكية دي مرتبطة بالمناظر جدا جدا فعايز أعرف تطورات اللي حصل هو المناظر البطن دي بتادت من مدة كبيرة جدا يعني أول ما جات الفكرة لدكات الرواد في عمل المناظر الكلام دا كان من 100 سنة مثلا لكن طبعا تكنولوجيا ساعتها كان تكنولوجيا ضعيفة جدا فالمناظر حقيقة ظهرت من مدة دي كلها لكن لم تتطور وما كانش ليها تأثير واضح في الحياة الجراحية وحياة المرضى اللي يمكن في آخر 20 سنة في 20 سنة الأخيرة بتادي يحصل تطور كبير قوي لأن بتادي بالتكنولوجيا تقدر أن احنا تخلينا نعمل عملات مماثلة للعملات الجراحية ومضاعفات أقل يعني مثلا الوضوح بتاع المناظر ابتدأ يزيد جدا غرف العمليات تطورت جدا يعني غرفة العمليات دهية مثلا لما تبص فيها تطور من كل حاجة أول حاجة التقدير تقدير تطور بشكل كبير جدا خلينا نحنا نقدر نعمل عمليات مناظر البطن دهيات بيسر كبير جدا اللي في النص ده هو ده المتسميه التاور بتاع المناظير التاور بتاع المناظير ده هو ده فيه بقى شاشات عالية الوضوح كاميرات عالية الوضوح أكثر دقة تكبير وهكذا نجيه على الصورة الأولية ده لأنه هي اللي فيها الأجهزة كلها فيها الشلة أيوة أي اللي في النص اللي هو التاني جهاز من على الشمال أيوة بالظلط كده الأولية ده بتاع التقدير التقدير اللي في النص ده هو الاتطور بتاع المناظير الأول فيه كل حاجة في المناظير فيه مصدر الضوئي ده طبعا تروقتي بقى عالي قوي جدا ما كانش زي زمان كمان فيه حاجات اللي هي الأجهزة اللي بتنفق البطن عشان نريد نشتغل جواها دي بقى حاجات أوتوماتيكية وضيقة وبتسخن الهوى ده كله وده اللي بيعمل الفرق الأساس لما بينها وما بين الجراحات التقريدية اللي هي بتبقى معرضة لدرجة حرارة الغرفة هنا بطن المريض مش معرض خلص لدرجة حرارة الغرفة الأجهزة المساعدة مثلا ده جهاز المساعد اللي احنا نسميه البلازما أو نسميه بالانجليزي الفيسل سيلر الفيسل سيلر ده احنا زمان كان أي وعاء لو احنا عايزين نقفله ولازم نقفله ب يا إما بالربط يا إما بحاجة اسمها كوتري بتلوقتي بقى البس سيلر ده كإني بربطه وبدأ بيلحم الأوعية الدموية بيمنع نزيف الدم مش كده بس في الليزر كمان تدخر جدا في الكلام ده في أجهزة كثيرة جدا ده مثلا النوع من النوع أجهزة الليزر بتستخدم في مناظير البط أجهزة مساعدة كثيرة جدا خلي التطور بتاع مناظير البط كبير جدا في آخر عشرين سنة الأجهزة المساهمة دهية مش بس ساهمت في أنها تطور مناظير البط لا كمان طورت الجراحة التقليدية لأن أجهزة دي كمان بتستخدم في الجراحة التقليدية فالتطور اللي حصل في مناظير البط عاد كمان بالفايدة على الجراحات التقليدية كمان ودي حاجة طبعا تخلينا يعني نشوف أن التطور العلمي لما بيحصل ما بيحصلش في منطقة واحدة وبيتجنب المراطب الأخر كثير جدا من التطورات اللي بتحصل في تخصصات معينة بيبقالها تأثير على مناطق أخرى يعني مثلا الليزر أول ما ظهر ده ظهر في الجراحات التقليدية بعد كده ابتدأي نستخدمه في جراحات المناظير يعني في مناظير البطن وهكذا ورغم أن التطور ده كله حصل حتى هذه اللحظة احنا كل ده بنسميه مناظير البطن التقليدية لأن مناظير البطن في آخر 3-4 سنين اتنقل اتنقل جديدة كمان في التطور بتاعها اللي حضرتك تفضلت بتسميتها المناظير الزكية هي المناظير كلمة الزكية تعاني لنا احنا أو حتى للعامة هي مناظير قادرة على أنها تتعامل مع مواقف صعبة فيها مرونة فيها تكنولوجيا عالية فتقدر تدخل في أماكن يمكن ما كانتش المناظير القديمة بتقدر تدخلها أو لو كانت داخلت كانت تتعمل مشاكل يعني ده المعنى اللي أنا بفهمه صح؟ هو خلينا نقوله هو المناظير الزكية دهية ما هواش تطور واحد وحاجات كثيرة جدا حصلت في المناظير فقدت إلى أن المناظير فعلا بقت أقصر قدرة أسهل على الجراح أسهل على المريض أسهلت وقت العمليات قللت فقدان الدم تغييرات كثيرة جدا حصلت في آخر خمس سنين بالذات أو يمكن عشر سنين اللي نقلت نقلة كبيرة جدا واحد دي من أول حاجات اللي حصلت اللي هي المناظير الثلاثية الأبعاد أو 3D طبعا الكاميرات العادية بتاعت المناظير التقليدية دي كاميرات صناية كأنني بتفرج على التلفزيون بالضبط لما تشوف هنا الجراح لابس نظارة زي نظارة بنلبسها في السينما 3D دي لأنه هو الشاشات دي هي طبعا هي مش باينة هنوطلك الشاشات دي ثلاثية الأبعاد دي خلتنا كأننا عاديين جوه بطن المريض يعني كأنك قاعد في وسط أوضة الحركة بتاعتك بقت حركة أسهل كتير جدا البعد الثالث اللي احنا ما كناش منشوفه المناظير العادية بقى ما تشوفه بسهولة أكدر كدير الخياطة أسهل كتير جدا كأنك بتعملها بيدك فالنقلة 3D اللي حصلت خلت جراحات المناظير للجراح أسهل كتير جدا مش هو دا الحاجة فقط الصورة اللي علقتنا الشمال دي دا المنظر مش التقليد العادي دا الهي دي فنيشن كمان أو اللي هو منظر عالي الهضوح عملوا حاجة اسمها سبكترم شفت السبكترم شفت دا هو دي عبارة عن تغيير في الطيف بتاع الضوء عشان في الآخر خالص لما تبص الفرق ما بين الصورتين الصورة اللي علمين دا كأنه واحد جاب ألوان ورسم الأقوائيات الدموية رسم الأعضاء يعني في حاجات باينة في الصورة اللي علمين مش باينة في الصورة على الشمال بقى أنه هما نفس المنطقة بالظبط اللي هو التغيير الطيفي دا هو اللي حصل دا بيلعبوا في الطيف بتاع الضوء الجهاز نفسه وبيقدر بقى يميز لك جدا العواية الدموية يميز لك الأورام فيخليك وانت بتشتغل الرؤية عندك أخسر ووضوحا جدا دا طبعا بيترجم ترجمة كبيرة جدا على نتائج العملية يعني لو عندك وراء مش واضح هيوضح أكتر عندك أوعيدة موية مش واضحة هتشوفها أحسن وطبعا يقلل فرصة إصابتها يقلل حدوث النزيف يقلل إن الواحد يبقى في منطقة هو مش فهمها كمان ابتدت تدخل الآلات الميكانيكية أو روبوت روبوت أنستومت دي آلات زي ما انت شايف دي حركة ايد الجراح الآلة تتحرك زيها بالظبط أنت في المسالك رواد الحقيقة الروبوت صحيح يعني أكتر ناس في العالم تشغل بالروبوت جراحي المسالك صحيح يعني إحنا أكتر فعلا استفادت من الروبوت طبعا أنت عندك رينج واسعة كيب جدا من أنك يبقى عندك آلات بس روبوت مع 3D مع الـ Spectrum Shift أو اللي هو التغيير الطيفي أو أنك يكون عندك روبوت كامل في غرفة العمليات دي طبعا حسب إمكانات المستشفى حسب اقتناع الجراح يعني دي مثلا من آلات آلة من الآلات الروبوتية دي من الآلات اللي هي آلية لو جزي ما الجراح بيحرك إيده برة الآلات دي بتتحرك جوه بالظبط لدرجة أنه كمان بتنقلي الإحساس مش مجرد أن أنا بحركها بس لا الإحساس لما الضغط اللي أنا بضغطه بإيدي من برة بيترجم لجوه والعكس المقاومة بتاعت الأنسجة بحسها بإيدي برة فالكلام ده هو طبعا خلى زي ما بقول حضرتك كأنه يقعد جوه بطن العيان بشتغل بإيدي طبعا ده من غير ما نفتح بطن العيان خالص طبعا اللي في العزيز الأساس دكتور حسن شكر الأساس جراحات المسالك البولية الأساس بكلية طب جامعة عن الشمس زميل جامعة تورينتو مكيل كانت عضو جامعيات جراحات المسالك البولية الأمريكية والأوروبية الرائد القدير لأمراض المسالك البولية والمناظير كان ضيفي فيه الدكتور خليكوا دايما مع المناظير والدكتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر